طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحب بك في الحلقة التاسعة والأخيرة من سلسلة الباحثين السودانيين ومبادرة الباحثين السودانيين بالتعاون مع المركز القومي البحوث سلسلة دور المركز القومي البحوث في النهضة السودان اليوم اللقاء التاسع دا بيحوي مؤحد التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي كثيراً نعرف أكثر عن المعهد المهم جداً جداً، معهد التوسيق والمعلومات والإعلام العلمي دي واحدة من الحاجات إحنا مهتمين بها جداً جداً في المجموعة الباحثين السودانين اللي المسألة بتاعتلال ساينس كومنيكيشن فدكتور نصر الدين يتفضل قد للبزنتيشن وإن شاء الله إحنا يعني نعرف أكثر عن المعهد وعن الضوار بتاته تفضل دكتور طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالبدأ خالص شكرنا للدكتور أنور دفع الله بيحتبر جبار في إسهار سورة المركز أغوم البحوث ونتغدم بخال استعزينا بشهدانا في غربنا الحبيب وشهداء السورة المجيدة ونحن في مركز الأمم البحوثي رابين شعار حلميه إن شاء الله في العهد الجديد نحن ممكن مدرنا دوب لنا في زي أربعة خمسة شهور بالنسبة للمركز التوسيع والمعلومات والإعلام العلمي ومركز خدمي في الجانب الأساسي بالإضافة إلى الجانب البحسي ونحن حنعرف إنه خدمي كيف من خلال العرض بتاعنا ونحن يشمل لي الأجسام والمعاهد المختلفة بدأ المركز عام 1974 بمكتبة صغيرة مكتبة صغيرة بتحوي ضروب العلم المختلفة والمجالات المختلفة ونحن فيها بتشمل المعاهد والمركز المختلفة المعاهد والهيئات المختلفة من مركزهم البحوث البيون يطلبوا المعلومات خلال هذه المكتبة الصغيرة وبعد ذلك يعني المركز كان لابد أن يبدأ يتطور وشمل في توسيع والبحوث الآن المركز بيستخدم أحدث الأغنيات في الاسترياع ونشر المعلومات وهو أحد مراكز الليداع الغانون يعني المركز في الجانب الأول هو اللي يقدم الخدمات للدفرينت كاينوف يوزر من باحثين وطلب الجامعات ومتخزي غرار وطلبة الدراسات العليا اللي يطلب المعلومة لمركز التوسيع والمعلومات في الهيكلة الجديدة تم ضم المركز التوسيع والمعلومات إلى هيئة نقل الإعلام العلمي وده جاء مسمى مركز التوسيع والمعلومات والإعلام العلمي هنا تصلنا إلى الصورة بتاعاتنا أن المركز من بدأ من زمن المجلس الغومي للبحوث يطور كيف من مكتب علمية صغيرة إلى مركز التوسيع الغومي ثم مركز التوسيع والمعلومات وحاليا مركز التوسيع والمعلومات والإعلام العلمي طبعا المركز الزمان كان يختبر يسمى المجلس الغومي للبحوث وهو كان بظمي أهو المكتبة زي ما سكرت لكم صرفاً أنه بيضم لينا مكتبة علمية صغيرة بتحت ضروفة المعلمة المختلفة اللي بيستفيدوا مننا الباحسين المختلفين من المعاهد العليا المركز بنقسم لي لي اتنين عندي قسمين عندي قسم التوسيع والمعلومات وقسم الإعلام عندي ده التدرج إذا جينا القسم الأول ده التدرج على قسم التوسيع والمعلومات اللي هو داخل مركز التوسيع والمعلومات والإعلام العلمي عندي ثاني على الإعلام العلمي القسم الثاني وبرضو ده التدرج من هيئة نغلة تغانا والإعلام العلمي والنشر العلمي إلى هيئة النشر العلمي والترويج ثم هيئة نغلة تغانا والإعلام والنشر العلمي إلى قسم الإعلام بمركز التوسيق والمعلومات والإعلام المدرج برضو من البداية من كان مجلس كان حيث نغل التغانة إلى في الحيكة الجديدة هو ضم الإعلام العلمي إلى مركز التوسيق والمعلومات وخد المسمى بمركز التوسيق والمعلومات والإعلام العلمي طيب أنا خطت لك الثلاثة نقاط الأساسية اللي بيهدف لها مركز التوسيق والمعلومات اللي هي بتشميل لي توسيق ونشر المعلومات عن البحوث والدراسات المنشورة والجارية في السودان نحن بنخصص معظم جهودنا في البحوث والدراسات المعمولة داخل السودان فالاستفادة مننا من نتائج ويسمي لينا الكتب والمجلال والدوريات ودقول لها عبارة عن الوحدات المختلفة الحسحي في انخلال العرض التعيم وورك انه الكلام ده لانه نمبر ون دي الوحدات كيف بتشتغيلها انه كيف بتوسيق وكيف بتنشر المعلومة والبحوث الجارية دي كيف بيشتغلوها والنظمة بتاعتها بالاضافة الى النقطة التانية اللي هي برازة الانشطة العلمية ومخرجات البحث العلمي بوصاية العلامية وتوفير المنافس للعلماء والباحثين للعرض نتائج ابحاثهم. في السابق الحاجة دي والله يكم جاء اتهادات يعني فردية من المدرع السابقين كان يعني بيتهدوا يعني اتهاد برامبين عنده صفحات في فيسبوك زي دكتور إزاد مرغاني ويرون بحاولوا يصهروا صورة المركز باجتهاد فردي منه يعني في حيات كده كانت بتدعاد من تملكين المدرع السابقين اللي في مركز التواصل المعلومات هنا كان بحاولوا يصهروا صورة المركز طيب الاستفادة الغصوة من تغنية المعلومات والاتصالات تطوير البحوث خدمات المعلوماتي من خلال توفيرها وتحت مصادر المعلومات الدائمة للبحث العلمي عندي قسم أو وحدة المكتب الالكتورونية دي هي الوحدة بتقدم الخدمة المختلفين المختلفين البيجو للمركز للاستفادة من المعلومات الدين الأهداف الأساسية أو الرئيسية الممكن شاملة قسم التوصيق والمعلومات والإعلام الإعلام العلم طيب الهيكل الإداري اللي هي مركز التوصيق والمعلومات والإعلام العلمي بتكون لي في البداية من مدير مركز التوصيق والمعلومات مركز التوصيق والمعلومات والإعلام والإعلامي بنقسم لي كنتينك لإثنين اللي هو قسم التوصيق والمعلومات وقسم الإعلام العلمي طيب قسم التوصيق والمعلومات اللي هو بحويني يحتو وحدات اللي هي وحدات التزويد وحدة مكتبة السودان ووحدة المكتبة العامة ووحدة المكتبة الإلكتورونية بالإضافة إلى وحدة التدريب وحدة التزويد المسؤولة بتزويد المكتب العام ومكتب السودان بجميع الوسائق والإصدارات من كتب مجلات عن طريق الهداء أو التبادل أو عن طريق المعارض طيب وحدة التزويد برضو بتزويد المركز التفسير مع الأممات بالرسائل الجامعية بالرسائل الجامعية بالمؤتمرات بالويرش كيف؟ يعني مركز اللي عندنا يعني الأعضاء أول التغنيين الشغالين في وحدة التزويد بيشوفوا مثلا فغاية الصداقة نشروا لنا في مؤتمر عن أمراض سواء التغذية في الأطفال بيمشي واحد من وحدة التزويد بيحضر المؤتمر وبيجيب لنا اللوراك تحت المؤتمر بنهايته بالتوصيات عندنا قاعدة السودان أو الحس الشغالين في المسودع الرغمي بنزلوا فيها من خلال شغل المكتبات يتفهرسوا وبصنفوا الوسيغة جايبينها حسب التخصص بتاعاته وبنزلوها كمعلومة بتكون نازلة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الدراسات العليا أو الرسائل الجامعية برضو بيمشوا لعمادات الدراسات العليا بيجيبوا المعظم الدراسات الجارية أو الانتهت برضو بنزلوا عندنا كدراسات جارية لكيش أن تخوش في السجيل واحدة مكتبة السودان دي اللي بتكون فيها المسودعات الرغمية وفيها التوسيغ الآلي للوسائق المختلفة هو البيان بالتكشيف والفهرسة والتصنيف للوسيغة وبنزلوا عندهم في الغواعد بتاعتهم المختلفة يعني إحنا هنا بنشتغل في مثلا في مكتبة السودان عندنا نظامين اللي هو بيشتغل بنظام قوها النظام قوها دم نظام متكامل للمكتبات هو نظام معلومات آلة بيحتمد على الحاسب بيحتوي على المجموعة من الأنظمة الفرعية اللي هي خاصة بين مكتبات من التزويت والعارة والفهرسة والبحثة المباشرة في نظام دي سبيس والمستودع الرغم اللي هو حسن قوها 20 عشيبه وده طبعا نظام open source بيتيح لي المؤسسات على بناء بنية رغمية بناء بنية رغمية هم حسن الآن شغالين فيها الوكال شغالين بنزلوا في الوسائق ممكن ناس مكتبت السودان حسن بدوا بالرسائل الخاصة بناس أو الباحثين بمركز الغومي والباحثين ما بالباحثين بالمركز الغومي للبحوث ما للباحثين فقط للتغانيين والإداريين والباحثين كلهم شغالين في الفهرسة والتصنيف للرسائل لشان نزلها في المستودع الرغم وبعدها بنقدر نتيحة طبعاً هو الملكي الفكرية بالتحلان هنا ننزل 25% من الرسالة ما ممكن أن نرسي هذا الحقوق إننا نمنع أن ننزل رسالة كامرة أو الفول الفول تاكست طيب واحدة المكتبة العامة دي المكتبة هي عندنا أكبر من أكبر المكتبات الضخمة يمكن أن تكون على مستوى السودان بتحويلين على كثير من الكتب العلمية المختلفة في جميع الضروب العلوم وزي ما ذكرت عندها ذكر أخواني السابقين من مدران ما أحد المختلفين ديهم كلهم بيحتمدوا على المكتبة العامة والكتب البنجيب من خلال مكتبة التزويد مكتبة التزويد برضو واحدة التزويد برضو بشارك في المعارض المختلفة بتغام داخليا ولا خارجيا بيطلب من مدراء المعاهد أنه يطلو الكتب المحتاجين لها أو آخر اصدارات الكتب اللي يكونوا محتاجين لها وبيمشوا المعارض المختلفة داخليا أو خارجيا وبزويدوا بها المركز لشانا يستفيد منا الباحثين المكتبة التزويد هي مكتبة برضو متخصصة فيها غواعد بيانات حسنا ممكن نسكرها لقدام بيستفيدوا منها المستفيدين المختلفين أذكرتهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا ومتخزية الغرار المؤسسات وغيره وحدة التدريب هي الوحدة التي تساعد في زيادة كفاءة العاملين ليس في المركز حسب في المؤسسات الأخرى يعني برضو نحن نريد دورات غليمية ودورات داخلية في الأرشف الإلكترونية في النظوم الآلية للمكتبات حسنا نحن موزعو 90% من الإصاب بتاعي زي ما ذكرت لك في الأول هو مركز خدمي من تخصص المكتبات والمعلومات ويا دوب أنا ممكن حولت المكتب الإلكترونية في حسنا في قبل ثلاثة شهور إلى نظم خدمات ونظم المعلومات لشان ندخل لي المكتب الإلكترونية ونقوم ندخل ناس التغنية وندخل ناس الشبكات وغيره في الهيكل الجديد بتاع القسم يعني الوحدة حسنا تحولت لي وحدة نظم وخدمات المعلومات يعني حسنا غيرنا الوحدة إلى اسم ثاني حسنا نقدر نستفيد من التخصصات الأخرى والعلم ماش يعني يعني علم المكتبات حسنا علم ذاته يتطور شديد وحسنا شغالين في الديس بيس وغير من العلوم يعني بده بالسي دي آي سيس كان شغالين باع في مكتبة السودان وهي البنزل فيها جميع المعلومات الخاصة بالسودان والشي ده حسنا تطور اللي هوين آي سيس وغير حسنا خشو في الديس بيس وبرضو نظام مكامل في المكتبات الوبان صورص وممكن حسنا المركز شغالين فيه وانه الوسائق الالكترونية ينحولوا بالسكان وغير يحولوا الوسائق الورغية الالكترونية ويحفظوها في الحغول المختلفة الموجودة في برنامج الديس بيس شغالين نستفيدوا منها الباحثين آآ يا دوب يعني انهم نخش شايفة باهتماماتك كثيرة دكتورون ور في نظام انه كيف الالين والحاجات الكثيرة والعلم الماشي متطور وانتم ممكن في الآخر ما وصل للمكم رفتور لكننا هنا دوب بنتلمس الخطأ في العهد الجديدة لنقدر نصر لنقدر نصر ونوصل المعلومة سريعا فانحنا هنا هدفنا مركز التوصيل من العلومات انه نوصل المعلومة للباحث وللطالب وللمتخزة الغرار وطلوبة الدراسات العرية بشعار معين انه تصلوا في الوقت المناسب وبالغدر المناسب انه نوصل للمعلومة في الوقت الدائر فيه وبالغدر المناسب يعني ما يكون معلومة ناقصة او مقدورة طيب عندي دانا قسم الإعلام العلمي ده قسم برضو خدمي في وحدة الإعلام العلمي وحدة النشر العلمي والوحدة الفنية اللي هو ممكن ذكرتها اليوم في الامر اثنين براس اللنشطة العلمية ومخريات البحث على علم بوصائل العلمية وتوفير المنافس بالعلم طيب اذا لاحظت هنا الكادر الوظيف بتحقيق مركز التوصيل والمعلومات والإعلام العلمي انه 72% عندي من التغنيين دون بريد ليك انه انه المركز خدمي والجميع شغال في الشغل الفني لها الوسيقة لها الوسيقة وتحويل من ورغي ل الالكتروني عندي نسبة 14% باحثين و7% من العمال بالإضافة إلى الإداريين 6% 6% 73% اللي هو عبارة عن تغنيين العاملين في مركز توصيل المعلومات والإدارة 4% من الباحثين و7% عاملين و6% من الكادر لإدارة المساعد في إدارة التوصية طيب المواهلات العلمية اللي هي فيها 11 دكتوراه 32 مايستير باكلاريوس 12 و دبلوم وسيء 6 معظم التخصصات هنا كلهم شغالين في يعني اتزائم في الميزة زي ما زك اخترق ناس مكتبات ومعلومات عنها هدو بنتلمس الخطة في ننخش فيها التغنيات حس كل الانظمة بيجينا دي بيجو ناس من بر من جامعة الواديني في جامعات كثيرة بتنزلين الانظمة الحديث بتاعة المكتبات هو نظام كوها وبيز بيس وبدربوا عليها الناس وحس هون شغالين بالحمد لله بكلو كفاء في شغل البيز بيس وبدو في شغل النسخ والسكان في الوسائق الخاصة زي ما زك اخترق بالدراسات العلية الناس المركز الوام اللي هو معظم الباحثين عندنا المركز يقوموا لازم يعملوا يدع للرسائل بتاعتهم كلهم كل المعاهد الثمانية السبغوني كلهم ما يخلص دكتور إن كان بر السودان ولا جو السودان لازم يودع الرسالة بتاعته في مركز التوصيق العلومات كشرط للترقيح يعني بياخد مننا خلو طرف عشان نقدر ندرجه عشان نقدر نستطيع ننزل الانتاج الفكري بتاع المحسين بتاعنا في المستودع الرغمي بتاعنا بتاع المركز الغمي يكون محفوظ عندنا البكاريوس بناخد حس طبعا زي ما زكتين مكتبات ومعلومات حس بدأنا في ناس التغنية والشبكات والتخصصات بعد بدون نحضر كلهم في مجال طيب المشاريع عندنا مشاريع مستمرة اللي هي داخلة في شهر المركز التوصيق والمعلومات والعلام العلم اللي نسميها مشاريع مستمرة اللي هي منا تطوير خدمات المكتبة الدكترونية وتنمية التطوير الإعلام العلمي بمركز البحوث وزاكرة الانتاج العلمي السوداني وهي المستودع الرغم اللي هو ممكن حس شغالين فيه ناس المكتبة السودان وككل يعني الأقسام ككل هي اللي بيكون شغالة ما مكتبة السودان براك هو شغل جماعي أو متكامل فيما بعد أنه في النهاية هيشتغل شغال المستودع الرغم من خدمات المكتبة الإلكترونية بعد ما يترفع المستودع خدمات المكتبة الإلكترونية هو التطوير يعني هل يطور في خدمات المكتبة الإلكترونية بدين من الكومباك بسكاو سي دي روم يعني نحن كان من وائل الناس في مركز التوسيع والمعلومات كان بيجينا الأغراس المدمجة من خارج السودان من الأمم المتحدة من الفاو من من مظامات الصحة العالمية كان بيجينا أغراس المدمجة في مختلف التخصصات يعني ناس الكابي دينا المعلومات الزراعية وناس الانتاج الحيواني وهكذا الميدلاين دينا الناس الطب ناس الأسنان ناس البيض ناس الأسنان ناس المختبرات كلهم تحت الغرص المدمجة الميدلاين إرق التربية الناس التربية برضو بيجينا من منظمات خارج السودان بيجينا الأغراس المدمجة لكن معظم المنظمات كان شغالة في الأغراس المدمجة ويكفت طبعا تكلفة الترحيل وتلف الغرص المدمج وغيره كلها حسا حاليا بيجت أونلاين أصبحا الكابي والأغريس وغيره دير كلهم بيجوا أونلاين على الانترنت وباشتراكات باشتراكات أنك تشترك فيها وتقدم المعلومات طيب مخريات المشاريع المستمرة المشاريع المستمرة الشغالين فيها نحن في المركز المهم لدينا مخريات طلعت في شرط إصدارات إصدارات ومجلات مثلا عندنا مجلات العلوم دي بيكتب فيها الباحسين من مختلف التخصصات بيقدموا فيها البحاس مختلفة في من العلوم في البيطرة والزراعة والصيدلة والعلوم والبيئة وغيره من جميع ضروب العلم والتصحر بيكون الباحسين بيبرزوا فيها مغالات يستفيدوا منها من جميع الدصدارات بيقدموا نهديها بجهات مختلفة مجهات الانمية ومستساعد الانمية من جامعات ومراكز بحسية عندنا مجلدة الباحس الصغير واهتمامنا لأطفال اهتمام مميز أنه نصدر لهم المعلومة بشغل مبسط وبسيط يقدر يصليهم اللاحز بتعدي بدل لطواريح قديمة من سنة 84 في مجلدة الانمية بدل 84 وممكن وكثة نحن حاليا تاني بدأنا فيها في من 92 برضو يعني 20 عدد للإمكانيات غير المشاكل والفنية وغير ولكن حسن نحن شغالين حاليا بنطل في العداد وحسن العداد يعني جاهزة في الحاسب عندنا وتراجعت وصممت ممكن مجلدة العلوم ومجلدة الباحث الصغير كلها حسن جاهز عندنا في التوسيق بعد الدرس العدد 23 ممكن جاهز عدد 21 مجلدة العلوم جاهز دو كلها مجلات علمية كمخرجات لإصدارات لمركز التوسيق والمعلومات الثاني عندنا مجلة البحوث ده مجلة النية محكمة بقدم فيها الباحثين الأوراق عندها لجنة تحكيم معينة بقدم فيها الباحثين أوراقهم والأوراق المقبولة كلها بتنزي في مجلة البحوث برضو بتشمل جميع التخصصات المختلفة في المركز من زراعة وبيطرة وطيب وصيدلة وبيعة وغير وكلهم بتشملهم عندنا الأصدار الأصدار دي زي الصحيفة الدورية نحن بنطلق كل فترة بنطلق منا ما يحدث بالمركز الأصدار الأولى دي دي كان بتاعة المؤتمرات يعني أثناء المؤتمر يكون غير منطلق مثلا يوم الأول حدث فيه 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 يوم الثاني وهكذا وحسا أصدار طورناها إنه بتطلق لغادي تحت المركز لغاة المدير العام زيارات المدرة وإتماعات المدرة طورنا أصدار وحسا هي في الطباعة العدد الأخير إننا سودان سينس باستراك ودي دم إصدار أربعة وثلاثين عدد من المجلة تمانية بالدراسات باللغة العربية وستة وعشرين دراسة باللغة الإنجليزية دي برضو تشمل للبحاث للباحثين السودانيين ما لنا سالمركز بس ممكن تشمل للباحثين خارج المركز من غسم التزويد بمشو زي ما ذكرت في بداية كلامي إنه يشو بمختلف المؤسسسات العلمية للدراسات العليا قالوا العراغة العلمية بيجيبوها وبينزلوها كابستراكس يعني ما بنزيل فالتكس إحنا بحتفظ الفالتكس عندنا زي ما مكتب السودان عندنا مكتب خاص ما مكتب السودان ما مكتب العام مكتب السودان سيلا بحاس المركز الغومي للبحوث أصدرنا منه عدد أول وحسا في عددين جاهزين في عددين جاهزين لنبيش من لي السيلا بحاس عملت للباحسين المركز الغومي للبحوث أصدرنا عدد واحد سنة عام 1990 والآن في عددين عددين ممكن جاهزين عندنا يتراجع ويتفهرس ويصنف وغير ولكن جاهزين بالطباع طيب كما ذكرت لك فيه الأول عندنا قسمين اللي هو قسم التوسيع والمعلومات وقسم العلام طيب خدمات المعلومات طيب المركز بقدم شو مركز خدمي يعني الباحس بقدم ليش الحص الصور عندنا استمار من الباحس أول ما يجيش نعرف من الاستمار نعرف تخصصه وداو وانوان بتايت البتاع وشنو غيره إذا ما بقدر يستطيع استخدام الغواعد المختلفة زي أغورة وكناري وإحنا بيقعد معه المزول غاية البيانات المختلفة بيقعد يساعدوا في السيرش طيب الخدمات مختلفة عندنا في مركز التواصيل من المزل بس الانتغاي للمعلومات يشوف اهتمامات الباحسين عندنا حسا شغالين فيها بالتخصص بتاعه ويره حسب الغاية عندنا يشوف اهتمامه العاملين على تغنيات الحاسوب وانه ندرب العاملين الجدد على تغنيات الحاسوب المختلفة وعلى كيف يستخدموا النظمة الزكرة الثالث في البداية لنظام كوها ونظام بيس بيس الوسائغ المختلفة بعد فحرسة وتصنيف انه كيف يدعاملوا مع الوسائغ الورغية وحولوها ليه تروني عن طريق الاسكان وغيرو من إجراءات هنية تقديم خدمات المستوضع اللي هو حسا حاليا شغالين فيه مبدو فيه تقريبا أيام الثورة ووقفو بدين فيه يعني جديد المستوضع الرغم عندنا جديد كمشروع تدك إنو نبدأ في الخاصة للوراء أو الأبحاث أو الرسائل الرسائل الجامعية الخاصة بالعاملين بالمركز الغومي للبروس حسا نحن اشتغلنا بالعاملين بالمركز للبروس دك حق بتاعنا إنو ننزل أوراهم ورغم زارك بعد ما نأخذ الإزم منهم من حاسة حاليا في البداية بالنزل زي ما ذكرت ريخ 25% من الرسالة بتاعته يعني أننا لحق أدبي وملكية فكرية للباحث أو التغني أو غيره صاحب الرسالة هو الملكية الفكرية بتاعته ونحن نبدأ شنو ننزل الرسالة full text كاملا بدارة الموضع الإلكتروني للمركز عندنا هنا فنيين أو تغنيين بيديروا موضع المركز بتاعته البداية يقول بالنزل فيه بسا أن ما طورناه أنا هادو استلمنا بسا شغالين فيه في لجان وتطوير ويبنا ناس حسا حاديا كمدعامين غروا لنا غراقات عن الموقع ونغاة الضحف بتاعته وغيره لكن عندنا زمنا بتاعتنا مصهرين للمركز بإجيهاد تاني مصيرها في الفيس بلق ونشكر دكتوران ورين وزاد لمن الأشياء الجديدة علينا في المركز إنه المركز يصهر في الصورة دي المركز يعادو في الفترة الأخيرة دي اشتغلنا في الإعلام وعنا كنت الخير اشتغلت معنا في الجانب التاني سورة الميديا الإعلام هستضيفنا زي ثلاث أربع حلغات خمسة حلغات عن المركز الغمو في المآحد المختلفة أبرزنا فيه جوان المآحد في اهتمام من الإدارة ومن دارة المركز بالتوصيل والمعلومات والإعلام العلمي وبيتطويره بتطويره يعني فيه حسد دعم لأننا نطور يعني حتى المكتب بتعادنا في الإنشاء والتطوير والتجديد البحث في غواعد البيانات المختلفة عندنا عدة غواعد بيانات الباحثة من يجي قسم المكتب الإلكترارية بتوحوها له أفراد القسم أنه يطلع على الغواعد المختلفة للبيانات من هيراري وأغورا والغواعد المختلفة الممكن يلقى فيها المعلومة بتحت بكل سهولة يساعدوه برضو أنه في كثير من الباحثين وكثير من المستفيدين بمختلف أنواع متخذي غرار وطلبة الجامعات ما بيقدر أنه يعمل الاستراتيجية البحث استراتيجية البحث داعين برا وكيف تضع استراتيجية معينة شان تقدر تصل للمعلومة بتحتك بسهولة المنطقة البولينية للبحث حاجات كثيرة يعني في جوجل إذا رحصت لها بيبدوك لها في على الضغن سيرش إنك كيف تحصل المعلومة سريع داعين في ناس كثير بس بنسجل لك المعلومة وبيفقد بيفقد إنه يلقى المعلومة من خلال إنه وضع الاستراتيجية بتحته خطأ إنه يقدر خطأ يعني داعي بيكون طالب أن إحنا هنا ممكن سيرو أوثر بس نلقل المعلومة بتحته من خلال تايتل تلقل المعلومة بتحته وهكذا داعي الكتاب بنعمل لود وهكذا إحنا في مركز التوصيل المعلوم بالإضافة إلى ذلك إحنا حس طور نعند في يعني في بالنا عدة تقسام وحدات جديدة من الوحدات استثمارية يعني من الترجمة والSBS وطباعة البحوث زادة إنه خطيناها في المرحلة الجاية نحن نقدر نسوي الأشياء دي طيب الإعلام قسم الإعلام العلمي ونفذ عدة أنشطة الأنشطة التغطية الإعلامية بغطي الإعلام عندنا جميع الإعلام المختلفة بيقوم بيها مركزة المركزة غومي البحوث أجرر في جميع معاهد في دورات في مؤتمرات في لغاءات في اجتماعات بغطيها الإعلام العلمي وآخر لغاء أمكن حسن كان مع وزارة الصناعة مع السيد وزير الصناعة بس مدني في إنه كيف كم قم قطته الإعلام بصوره مباشرة في إنشاء بصناء خميرة في السودان وحسن كان اللجان شغال فيه ويتبرز في الإعلام في في المتاعات المختلفة في سودان في وسائط الإعلامية المختلفة بنظم برضو قسم الإعلام العلمي ويرش عمل ومحاضرات ويصوم منتديات علمية المنتديات العلمية دلو خاصة بالمعاية يعني إحنا ممكن في الإعلام العلمي بيدو أي ماحة فرصة أو في خلال السنة أنه يعمل منتدع علمي يبرز أهم ما قام بهم مثلاً خلال ستة شهور ولا ثلاثة شهور كل ثلاثة شهور يكون عندنا ماحد ولا قساء ماحد بيقدم لنا منتدع علمي مثلاً طب المناطق الحارة بيقدم عن البودهارسيا ناس البيعاء السماد العوغدين ناس النباتات الطبية وهكذا التغانا كلهم ببرزولينا اللنشطة والمشاريع بتاعتهم رزولي الخاري يعني نحن بندعو الصحف والوسائط المتعددة من تلفزيون وإزاعة والصحف غير مختلفة بندعوها أنه تحضر المنتدى وبعد ذلك يتين بس الثانيون بيكون مفسوسة في الجهات المختلفة للإعلام بالإضافة إلى ذلك قسم الإعلام بيعمل لي دورات تدريبية بيقيمة شدة تدريبية داخليا لناسه وخارجيا يمكن يودي ناسه برضو دورات تدريبية خارج المركز ولا داخل المركز أو خارج السودان حسب ما هو متاح في أجسام الإعلام المختلفة من أخبار وتحليل وغيره من الشغل الفني التاع الإعلام برضو بلظيم الله الورشوة المحاضرات المختلفة في المجال الإعلام طيب نشوف الخدمات المجتمعية لمركز التوصيق والمعلومات والإعلام طيب نحن قمنا بإعداد كثير من الدورات التدريبية في مركز التوصيق والمعلومات قاصة بالأرشب الإلكترونية والحاسوب ونظم العلومات ممكن حسن نحن إحصائية من نحية السن الفان حسن نسبة للظروف الصحية ممكن ما غيرنا دورة تدريبية أنا لاحسنا ستة شهر أبقنا العالم كله مانحنا بس كله واقف الدورات تدريبية حتى الكام بدت وكفت الجامعات واقفة كله بنظم النظم الكورونا وقفاية طيب غيرنا دورات حوالي عشرة ألف متدريب من مؤسسات مختلفة من أي ندرب من غير دورات داخلية لناس المركز وخارجية للمؤسسات من جامعات وزارات وغيرهم من دربهم على المجالات المختلفة في التدريب زي المكتبات والأرشب الإلكترونية والحاسوب ونظم المعلومات برضو ناسنا هنا بغير دورات يستدعون بمشي دورات تانية خارج المركز يمكن بمغيم دورات في الانمائية هنا في جامعة الخارطوم ونظم حسن قبل تترى أغمنا ونظم في الانمائية في جامعة الخارطوم وذي بيكون فيها مؤسسات برضو من الخارج يعني الناس يدربوا هنا عن أود في مؤسسات تانية ويستدعون يدربوا ناس زي ما نحن نستدعي ناس من جامعة وآديني في جامعة الخارطوم وغيرهم بيجوا يدربوا لنا الناسنا هنا حسب المكارات المتفاعة المتفاهمين بالإضافة إلى ذلك أن الدراسات العلية تم الإشراف على 15 تالي دكتوراه و19 تالي ميجستير دي كل إحصائيات في سنة 2019 من غيبنا الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات في الجامعة يعنينا عندنا الإحصائيات تحت الدكتوري اللي عندنا في التنسيق المعلومات أشرفهم على عدد من الطلاب منهم 15 و11 ميجستير و15 تالي دكتوراه طيب بالنسبة لطلاب الباكلاريوس بيون هنا طلاب أنواع مختلفة من الطلاب من الطلاب السنة النهية جامعة بحري جامعة الجزيرة الحصحية أو جامعة اللي سهري بيونه بيونه طلاب بيأخذوا دورة تدريب تدريب من السنوات الأخيرة بيجيو دون زي باوت ومانس شهر يتدربوا فيه على الأقسام المختلفة عندنا ويأخذوا شهادات الوشو في طلاب بيونه بيقدوا خدمة الخدمة الوطنية يعني الناس طلاب المكتبات والمعلومات بيونه هنا في مركز التوصيل مؤلوات اللي هو بيأخذ سنة للعمليات الفنية والتطبيقات المختلفة للحاسوب في المركز فيه تدريب طويل وتدريب قصير المدى إذن حسبناه غرابة الخمسة ألف الآن من طلبة الجامعات ممكن دربناه من كله طلاب الخدمة الوطنية وفيه بيكون عندنا برضو بارتايم بيكون عندنا متعاونين بتدربوا لينا على بيشتغلوا معنا بيتدربوا بيكونوا دعونا الفترات طويلة في المركز بيساعدوا الكوادر الثاني الخدمات الاستشارية اللي شاركوا كثير بيخذ اللي شاركوا كوادرنا هنا في المركز الباحسين والتغنيين في الليان المختلفة الاستشارية المحلية والدولية في مجال المكتبات والمعلومات والعلام في الليان كثيرة في الليان بتاعة العلامة بتاعة كوادر الليان المختلفة اللي بيختصوا بيها في الليان الاستشارية المحلية والدولية المختلفة في مجال المكتوبات والعلامة اللي بيخش فيها كاستشاريين في مختلف الجامعات الأخرى طيب نجي لغوعد البيانات المتاحنين هسا ومتاحنين شنو في دخص بالمكتبة الإلكترونية الأشياء المتاحنين في الغواعد اللي هي مثلا كاب بستراك وري وهناري وهناري وكاب بستراك وري هنا مكررة وأردي دي الغواعد بيانات دي مثلا رسيرش فور لايف اللي هي دي كولكتف لري وكاب وهناري دي منظمة بتاعة الأمم المتحدة دي بتحلينا الغواعد البيانات دي في غواعد بيدو المؤسسة العلمية في مختلف أنحاء السودان الوسر نيم واحد الباص وير دوك الباص وير دي بتحليك الفول تكستان دي مجلات علمية عندها فاكتر عالي اللي هي لكن بتخش لها بصورة معينة كتير من الباحثين ما بيقدروا استخدموا الغواعد البعين يعني الاردي لناس الحاس البية والكام باستراك لناس الزراعة والبيطرة والانتاج الحيواني لناس العلوم الطبية والأسنان والمختبرات بالإضافة الاردي للعلوم والتكنولوجيا المختلفة الويبو دي الداتا باستراك الداة الداة بيس اللي عندنا متوفرة عندنا في مركز التوسيع والمعلومات بالإضافة اللوكال داتا بيس دي ممكن نحتبرها انترناشنل داتا بيس بغواعد عالمية بيستخدموها الباحثين عندنا اللوكال داتا بيس دي غواعد أرصاص بيس اللي هو الآن شغالي فيها زي ما ذكرت لكم فيه كمستودع رغمي عندنا في قسم وحدة السودان انه شغالين بينزل في الأوراق المختلفة والدراسات العليا وأوراق المؤتمرات وغيره في خاصة بالباحثين العامين المركز 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 طيب الشراكات والتعاون المحل عندنا جهات محلية عندنا شراكات وتعاون مختلف من الجامعات المختلفة نتعاون مع جامعة الخرطوم وجامعة وادي النيل وجامعة البحري في الاستشارات المختلفة نحن بنساهم معانا في الدورات التدريبية والتبادل والإداع والإهداع كله في الجامعات المختلفة وسائل الإعلام جميعا كان مغروع ولا مسموعات تلفزيون الراديو وغيره والصحف عندنا شراكات مع كثير منا اتحاد الجامعات السودانية مؤسسات المعلومات والجمعيات المهنية زي جمية السودانية المكتبات والمعلومات من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات مؤتمرات بغيمة الجامعية داخل السودان أو بغيمة المركز في التخصص طبعا بأنه كل جمعيات خاصة بالمكتبات والمعلومات الجهاد العالمية الفهرس العرب الموحد المملكة العربية السعودية اللي هو بدرب لنا ناسنا على استخدام انه كيف يصنفه وكيف يفهرس الوسيغة وعنده دليل بحجس الدوري في مجال الفهرسة الشبكة الدولية المعلومات الزرعية اللي هو يمدون بالدوريات في التخصص والأول سيدي رومان مختلفة منظمة الصحة العالمية WTO والاتحادات المهنية طيب الانتاج العلمي للكادر العلمي أنه الناس هنا برضو يشارك في المؤتمرات المختلفة المختلفة في التخصص في مؤتمر السنوي للاتحاد العلمي المختبات المعلومات الإدارة الإلكترونية بكتب يعني في المؤتمرات الجميع المنتسبين لمركز التوصيل والمعلومات بكتب فيه من الكادر ومن باحسين وتغني الوراغ المنشورة في المجلال برضو بات 25 وعشرين المغالات العلمية في الكتب والنشرات النسبة الضيلة لأن المركز كان مركز خدم النازل كلهم بميلوا للشغل الفني بالباحسين بدأ عن الباحس ما بيقعد لورقة علمية ولا بحس كلهم بيشتغلوا الشغل الفني في المركز بجانب دا كلهم بشارك في كتابة الوراق العلمية ومركز خدمي بجانب النور وبحس في الجانب التاني بحسي بيكون حسي بدو يكتبه في المشاريع المشاريع المختلفة بيقدم لوزارة التعليف العالي بقصورة جديدة بالآخر النموذج بإصدارات أو الأشياء قدمة مركز التوسيق والمعلومات من إصدارات من مجلة البحوث مجلة العلوم وسجل الأبحاث المركز البحوث اللي هو خاص الباحسين بالمركز البحوث ينزلوا فيه والأبحاث بدونك باستراك ويكون ندون لكل تيكست السجل الغومي للبحوث الجارية برضو عندنا قسمة التزويد بمشي عمادات الدراسات العليا بيشوف البحوث الجارية بيشين منا التايتل والعنوان وخطة البحث وبمشي تابع يعني الدراسة وصلة وينجل وكل خطرة زمنية محددة للبحث مجلدة العلوم ومجلدة البحوث والباحث الصغير ومستخدصات العلمية والفيهرس الموحد للدوريات وشكرا لحسن استماعكم دكتور ورجمية المشاهدين ممكن نبزع عن مركز التوصيغ والمعلومات في مركز الغومي للبحوث شكرا جزيرا شكرا جزيرا دكتور رصر الدين على العرض المكتاز جدا لديك الصحة والعافية يريئا بس ممكن ترجع لي سلايد القابولة قبل والشكرا للحسن استماعكم دي قبل الأخيرة بس الشجرة 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 طيب مجلة العلوم سجيل لبحث مركز القومي البحوث السجيل القومي البحوث التجارية الوحرس الوحر الدوليات مجلة المسخلصات العلمية السودانية ومجلة البحث الصغير دي كل حاجات شغالة موجودة يعني الناس الناس ممكن يتوصل لكن حسن ورغية ورغية وجزء يعني كان دائر مثلا المجلة كل ورغية حسن مجلة العلوم مجلة البحث حسن شغالين في هذا دي 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 نحويل للمستودع بتاعنا بتاع المعلومات كتر الوات كلها كان موجودة ورغية جل بحصل المركز هومي قبل ما تطبع ورغية ما بتكون في شكل إلكتروني برضو أشهد إلكتروني أيو أيو موجودة أكتروني لكن ما ترفعت في غاية لأنه بيش اشتغلوها لكن بيش رفعت لأنه في شئ آله بيجي طوالة يتبادر للذين يعني إذا كان كل الحاجات موجودة ليه الطلاب لحد الآن وحتى الباحثين يعني بيجي يسألوا يخندر لي والله يا أخي مرجع في الموضوع الفلاني في حاجات من صميمة والمركز القبيل البحوث والمراكز والهيئات التابعة لهم ليه الناس ما قدر تصل للمعلومة لو كل الإنتاج العلمي موثق موجود عندنا المتاح المعلومات كلها عندنا متوفرة عندنا متوفرة والشيكية أنا لاحظتها من خلال الموضوع أو الصفحة بتاعتنا سيدانيس رسيرش إنه بيشكوا بحدة الملحوز يعني عن مرات بيستغرب وبرد إنه ما بكتر يصل لحظت الحاجة من خلال سؤال لكن الحاجات دان هند المتاحة والله المعلومات لي جميع التخصصات أي لك نحن نحن بناخد معلومات كثيرة جدا من المراكز البحوث وجامعات وكده أجنبية مو بنعرف فيها زول ولا بنعرف حتتها يعني فيزيائية موجودة ويت لكن بنكتب في جوجل ولا بنكتب في أي جوجل سكولر غيره بتجي كده العناوين بتجي المستخلصات ولو كمان open access بتجي PTF PTF بتاع الحاجة وبتصلية ليه نحن في حالة الحالة بتاعتنا السودانية إلا تمشي للزول وتزهر وتكون بتعرف كده يعني ليه الحاجات ما موجودة public لنحن نحن أصي المبادرة بتاعتنا بتاعتنا باحثين السودانين كي بدأت في 2009 أساس البداية بتاعتها كان سؤال وين هم الباحثين السودانين وين البحث بتاعكم إذا كان الحاجات دي موجودة مازل كان السؤال بتبادر لزهن زول عشان يكون يبادر بان نعمل له مجموعة بتاعت فيسبوك والناس يشتغل فيها يعني بصورة تطوعية اللي كتير طويلة إذا كان تصميم عمال زول موجود بمركز بتاع توسيق هل يعني الحاجات دي لو يشتغل تأس يعني نحن نقول نحن نقفل الميوات الباحثين سهلا يدد الهدف الأساسي بتاعنا كاب المناسب إنه نوسق البحوث والباحثين إنه والله الاندكس كله موجود كل الحاجات نقدر نقيس البصمة بتاعتنا نحن والنتاج العلمي بتاعنا ومزاهمتنا للعالم في مجال العلم والبحث وكده هل الحاجات دي تشير جاس ويكتمل كده نحن نقفل المجموعة المطمئنين يظن الحاجات دي حاس مشكلتنا إنه كيف نرفع الحاجات دي يعني من سؤالك إنه كيف تتعرف خارجية حس إما كل عندنا في غواعد داخل المركز القومي للبقوص والحاجة ده لسا إلا نحن دكتور رمو في الفترة أجام خلال المستوضى عن رغم إنه كنت متاح في الخارج الحاجات الإمكانيات اللعبة دور أساس طيب المستوضى عن رغم إذا عشان يحصل هل التمويل بتاعه كامل هل الخطة الفيجن والميشن والحاجة بتاعتهم تملة هل الويبسايت بتاعه الـ IP إدرس جاهز ولا بس مجرد فكرة لأنه نحن بتكلم على 2020 واتكلم على حكومة جديدة واتكلم على رؤى جديدة وكده هل الحاجة دي ongoing مشروع شغال وحي عنده مواعيد deadline ولا بس مجرد فكرة لأنه الكلام ده مهم ده أنا أكون معك واضح مجرد الفكرة يعني بالضبط حسا مجرد الفكرة وساعد لها ساعد لأنه الحياة دي كلها نوصل ها بنهاية 2020 إن شاء الله نكون حياة دي ترفعت ووصلت المعلومة زي ما إنه عامل في باقي السنة دي هسأ نحن شهر السبعة وقفنا زي ما قلت لك صح وقفنا لكن الشغل يتوقف في العالم كله الشغل لا توقف في مجال التعليم والبحث العلمي تحديدا إلا عندنا في السودان الناس قفلت الحياة ومش ركزت في بيوت وده حاجة كان غريبة كأنه المطلوب منهم يساعدوا بالتكسير في ثلاث الوقوف الحياة هم الباحثين والمعلمين وكذا الحاجة الوحيدة المتقية فيها التعليم والبحث العلم وخدمات الأساسية زي لكن الشرب فدين وكفو أها ما في حاجة بتخلي إنه مثلا الدوريات والحاجات بتاعتنا الموجودة زمان ما تكون أكسيسابول للناس في الوقت يعني مثلا النباتات العطرية والطبية دي حتة مهمة جدا بالنسبة للناس الطبية على المناطق الحارة يعني البحوثة التي عملت سابقا كون تكون أكسيسابول للناس بتساعد في إنه نعرف إحنا وضعنا وين كيف نحن ممكن نمشي لقى الدعم الحاجة دي ما موجودة كانت هل في خطة منكم أسحاليا لإنه الحاجات دي لو حصلت جائحة بكرة ثاني ممكن إصاب فيروس هل في خطة لإنه الكلام ده ما يقيف والله يا دكتور ورح دب عارف وضع السودان الناس يقول لا قفل وخلاص بيقفل مكاتب يمشي لكن نحن حسن زي ما نعم دين التعليمات دولة 50% 50% 50% بقدر 50% الموجودين بيجي يشتغل في شغل المستوضى على الرغم الشغال إنه فيه حسن حسن أديك سؤال ثاني عشان أسهل عليك المسأل عندك بيهناك في دار الوسائق القومية صح أيوة هو شريكنا طوال دار الوسائق دي المفروض إنه كل الحيات اللي بتعمل إنته عندها منها كوبي صح أيوة المعلومات في مراكز بتاعت المعلومات في كل ولاية في السودان وكلها تابع المركز القومي المعلومات أيوة كذا الإعلام العلمي عندنا وزارة كاملة بتاعت الإعلام والأجهزة بتاعته كذا هل في ضرورة لوجود المركز ذاته بعد توسيق المعلومات والإعلام العلمي في ضرورة لوجود أجهزة ثاني ولا هل دا مفترض إنه يقوم بشغل كبير جدا وما قاعد بيه حاليا بالتالي يبقى إنه والله أخي مستعدي محتاجين نفير فيه ننفضه كذا لأنه شغله مهم جدا جدا ياتوا واحد إذر غور يا مركز التوسيق مع مركز تخصصي يعني مركز بليجيها بحسية أنا أكتر شي هو مجال العلمي البحسي حتى الكوادر بداعة الألفية ومجال كلها تخصصية في مجال ما كان لحصا نحن ما مركز زي دار الوسائق جميعا لا نحن مركز مهتم بالجانب العلمي التخصصي فقط يعني ما ما بشغل وزارة الإعلام ولا دار الوسائق ولا غير فنحن مهتم بيجيها بيجيها تخصصية بحسية وإنتاج فكري معين بحسي يعني شغل بتاع بحوس ومعلومات علمية يعني حتة معينة على الشيء يعني إحنا للفكرة يعني أنا اللي لقيتها من كلاما وقلنا أن نكيف أن ننقل في كلامنا عشان يصل لليور ديفرن يوزر بالبرة قبل ما عشان ما يجيونا لا حتى جامعات السودانية يعني الجامعات والكليات والمعاهد الموجودة داخل السودان يعني الزرر في كسلة مناسبة لكو عندو صعوبة في أن ننصل معلومة من المركز قوير بحوس والأجاعة خرطوم أسهل لو يلقى معلومة من أي دولة تاني بر السودان مما يلقى معلومة من داخل السودان لأنه ما في قواعد البيانات ما في الاجسيسابيليتي ما في حتى الرؤية بتاعتها تعتينو أنا وخانا عملت البحث دا أول حاجة دي الرو ديتا دي البيانات اللي استخدمتها ممكن تعيدوا استخدامة تاني تان حاجة دي النتائج اللي وصلت لها دي الميثيولوجي بتاعتين انتو ممكن تعمل البحث دي بتاعتين تأكدوا انو فعلا نتائج نتائج الثلاثة دي نتائج فالي كانتو كل ما موجود يعني كل واحد فينا قاعد في جزيرة معزولة وكل جهة في السودان الجهات الحكومية كل جهة بحاول اعمل إعلام وبرار فإنت بتستغرب في انو يا أخوانا قدمها حكومة واحدة يعني ليه يكون في ميزانية بتاعت إعلام هنا وإعلام هنا وإعلام هنا وكل الناس بتشتكي نفس الشكية منون الله يخن احنا مظلووي في الإعلام لاحظتها المزالة دي صحيح فأكدينة دي يا بروف عيسد بروف عيسد السلام عليكم السلام يا هلو مرحبا الله يباريكم نهاركم سعيد طبعا احنا صباحنا سعيد كيف روك الله كيف روك الله لاحظ يعني سعيد جدا يعني انو ولدنا نصر الدين فكره يعني زي ما بيتقول له واختنا بروف رفاء ولده لأنه يعني يعني يشتغل تحت الكنفة وتعلم الشغل بتاع التوثيق والمعلومات الحقيقة يعني الماحد يحيي العاملين بالمركز التوثيق والمعلومات الحقيقة أخونا دكتور أنور لبراز يعني دور المركز رغم البحوص لحلقة الأخيرة وكده مركز التوثيق والمعلومات يعني الماحد يعني سعيد جدا أنا انضمت له لدورتين كنت الحقيقة جايما من ماحد البحاث البيئة وأجيت يعني كمدير حقيقة ما 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 عندنا المدير لأنه أنا اتعلمت منهم الكثير يعني يمكن بس كنت يعني دخلت في المجال بتاع المعلومات ده ولجيت قدامي يعني أساطين التوثيق والمعلومات مثال ناسي سيل ويسلي وبصمات في مركز لجيت دكتورة رفا ودكتورة نجاة في مجال الملخصات العلمية السودانية ودكتورة نادية واخونا دكتور نصر الدين اللي هو الحقيقة كان لسه جديد في المركز لكن بعد ذاك يعني مشها ماشي تمام والحمد لله الواحي السعيد جدا انه هسا هو بيقى المدير وده يعني ده تطوير كبير جدا للمركز التوثيق والمعلومات مركز التوثيق والمعلومات طبعا زي ما ادماج بعض المعاهد والمراكز مع بعضها ويعني صاروا كتلة وحدة ويمكن يعني دورين يعني للمعلومات التوثيق في المكان واحد بكوادر ممتازة جدا اللي هي عشان تبرز العمال ويعني الاشياء الخاصة بالتوثيق والمعلومات بتاح الفرصة للباحثين السودانيين وغيرهم من يخشوا في حكاية المستخلصات العلمية السودانية وغيرها من ضروب المكتبات الحقيقة المستخلصات العلمية السودانية دي اكتر ما يعجبني فيها انها عندها انتشار كبير لكن ما انتشار الالكتروني انتشار يعني ورقي عندهم كان الناس بيجوا ولكل فترة واخرة بيجوا ياخدوا المجلات دي مثال مكتبة الكونغرس يعني بيجوا تشيل الأعداد المختلفة بتاعة المستخلصات العلمية السودانية وعندهم كان كل فترة بيجوا بياخد الأعداد وكده بيجوا ناس مكتبة الإسكندرية بيجوا العاملين بعد ذلك بالإهداء بتمشي للناس كثيرة الحقيقة ما انتشرت ليه زي ما ذكر دكتور أنوار وتساءله انه طبعا كان يفترض انها تترفع بصورة إلكترونية وتقوم متاحة في السايبر والناس تخش عليها وتاخد المعلومات الموجودة فيها حاولنا مع مكتبة الإسكندرية وحاولنا مع بعض الجهات الإلكترونية المختلفة بس كان باعترضتنا المشكلة بتاعت يعني السودان ووضعه الإلكتروني وحكاة التجارة الإلكترونية دي ما متاحة في السودان فإمكان الناس ما مشت كثير في الحتة بتاعت انو تتيح المعلومة كيف وهل الزوال حيخش للقواعد البيانية بتاعت المركز وحمايتها وكده في حقيقة كان مشروع كبير جدا لكن ما مشه لقدام لأنه يعني المنفروضة على السودان وإلكترونيا يعني ما عندنا طريقة لحكاية التجارة الإلكترونية وبتاعت عشان كده ما قدرنا مشهدنا في الاتجاه ده كثير لكن يعني الواحد يحي الباحثين والفنيين في مركز المعلومات في إيطاحتهم للمعلومة ويمكن إيطاحتهم المعلومة بيتم بعدة يعني أمثلة ذكرها الأخنص ردين واحدة من الأمثلة اللي هي يمكن ما ذكرت عرضا اللي هو كان بيدي الكليرانس للطلبة بتاعنا الدراسات العليا يعني أي طالب بتاع الدراسات العليا بيجيب الموضوع اللي هو دار يستغل فيه وبيديه للفنيين عندنا أو الباحثين في مركز التوسيق المعلومات عشان يشوفوا إلى أي مدى الناس يستغلوا في الموضوع دا على أساس أنه يفيدوه هل الموضوع دا طرق من قبل ولا لا إذا ما طرق طبعا إذا يدوه كليرانس فينه بعد ذلك يستمر في إجراءات تسجيله لماجستير أو لدكتوراه وغيره إذا طرق يوروه إلى أي مدى طرق تجاهات على أساس أنه دا تفيده يعني ممكن يبدأ من المكان ما وقفوا الناس أو يعني يستشهد بأشياء بروف عزة خلينا وسد داخل الحتة دي نعم الكلام دا لكن يعني تاريخي يعني زمان كان فعلا نزول حرفيا مفروض يمشي إلى مكان ويتأكد إنه 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 البحث دا ولا محتوى ما تم طرق دا زمان إحنا في 2020 في كمية بتاعة قواعد يعني Open Access إلى آخر المكتبة التالكونغرس تذكرت إتا المكتبة دي والله يا أخي يسي مررنان دا لأنه قاعد تجي للناس بتقول أخوان أين حاجاتكم للناس بتجي للناس ما بيخطوا حاجاتهم برا حيث تدي مهمة جدا جدا إنت لو خطيت حاجتك البكت التالكونغرس ولا لغوغل ولا غير عندهم كراولرس عندهم بتمشي براها بتلقيت حاجاتهم الاندكس حسب المتا دا والتأس اللي تخطى في الوبسائد بتاعك وبتعمل لا اندكس طوال معهم انت لازم توفر المعلومة مش الناس يجو قطوا منك المعلومة فالحاجة دي مهمة جدا جدا نعرف إنه في من الزمان الأبروش الزمان للأبروش الجديد هل الحاجة دي موجودة دا الكلام اللهم دا الناس مع صراحة فضل أبرو ناصر الدين والله والله هي يعني طبعا انت بتوفرها في قاعدة بيانات بتوفرها هارد كوبي يعني بتكون متاحة لللي عاوزة بس هي يمكن اللي عاوزة دا هي للمشكلة إنه ما انت شرط يعني 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 لو بيقت هارد كوبي دي مكتبة لو صف كوبي دي تبقى تبقى قاعدة بيانات يعني احنا المشكلة بتاعتنا الاساس هي قلت لك احنا هب السؤال سان نو 28 12 12 2009 إنا أخوان أين الباحثين السودانيين أين أين بحوزهم وبدين المنوع تحت الفيس واضح وخطة واضحة وميزانية متوفرة وإرادة وباكينج من ال و ال للآخرين لأنه نمشي لقدامه نحن بس دائرين لأنه اللي خاد ما يمر ونحن نتكلم كلام سمح متبطبة على زوج أكتب بعض والأمور كلها طيبة وبتاء ونفضل في نفس المشكلة بتاعتنا لو في مشكلة آخرنا ناخش بكل تدراسات السودانية اللي هي بتوفرة مجلة الملخصات العلمية السودانية دي أنا أفكر دي قاعدة ممكن ينطلق منها تماما لأنه دي اتعاملت بطريقة علمية وطريقة ومنهية كل ما يعني كتب عن السودان أو كتبوه الباحثين السودانين دي يتلخص ويمكن في كل مجلة بيطلع حوالي خمسين آرتيكل يعني الملخص بتاع يعني الابستراك plus الkeywords والحيات زي دي موجودة في شك يعني هارد كوبي دي المشكلة هنا الهارد كوبي دي الناس كانت دارة ترفعوا إلكترونيا لكن ما وجدوا الصيغة المناسبة على أساس أنه يطبع زي ما ذكر أخونا نصر الدين قال يمكن حوالي 34 تغريبا أرد الإنجليزي ولا هو مجلة الإنجليزية كم وخمسين مش كده أنا صر الدين أيو 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 دي المحبوزات حسا في الحاسب نعم بشوف زي دي خمسين في خمسين دي 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 كم بحس تعمل لكن ما ترفع فوق في الصيبر عساس أنه يكون متابعة أس دي موجودة حاليا ممكن تترفع كده أيوة الحاجة المطلوبة شنو بالضبط والرون إنها تترفع أس الليلة دي أنا معاي هنا دا ندعيت لكم نفرين خطيرين جدا جدا موجودين هنا في البتاعة واحد منهم يعني شغفوا بالمكتبات وتاحت الكتب وكده دباشمان دي عبدالله أحمد والثاني أستاذ جامع وزميلنا وزول يعني عابر جدا في موضوع الشبكات الحديثة نعم أنا أفتكر دا نعم دا دا دي 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 حقه يعني ننتهزة إنه كيف نرفع الليلة الليلة نهاية اليوم نهاية الخميس دا يكون في 2500 بحث سوداني ما كان موجودين قبل كده في الانترنت خالص خالص أيو 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 نصر الدين أنا أفتكر دا يعني حقه الناس يعني تنتهزة إنه كيف الحياة تترفع وتكون محمية ما إحنا مشكلتنا برضو حكاية الهاكينج وحكاية نحن أكبر حرامية عزر دا يعني أسأ أي سوداني تمسكه بزاة الباحثين والشباب الواحد تمسكه يعني معظم البوستات اللي بجينا نرفوضة في الباحثين السوداني بتاعة مكتبة فيها عشرة مليون كتاب ومكتبة ما عارف إنه تفتح الكتب بتاعات كل لا نوفز البيجرا أصلا يعني يعني مش المشكلة في إنه ما لقيا الكتب لكن الحاجات اليونيك الهير 2500 بحثي الما موجودين أورلاين دا أنا دهين لقراهم جنوين يعني من جو قلبني دهين لقراهم بس نخليهم اكسيسابول لأنو الناس لكن إنت ما حتى تقراهم كلهم إحنا بنعمل ملخصات كنا يعني هاي ما كويس على لقل أنا عارف الدريب عارف من عمل شنو وبعد كده اتواصل معه عبر الإيميل نعم يتواصل مع الشخص ده وطي تلقى البحث إن هارد كوبي موجود في مكتب السودان ده سبني لسؤال مهم هو ما هي سياسات النشر عندكم في المركز التوسيق يعني في نوعين من الرخص الكوبي رائتي والرائت ريزير والكريات كومون سام رائت ريزير ياتو رخصة يتمستخدمينها من ناحية بتاعة لإيقال ومستندير على قانون ولا هاي ريت عارف عن موضون ده ده نصر الدين بقى في نقاب في نقاب أمكان حسا ذكرتوه في حتة إنو الحياة ليس متاحة قلت إيقال إحنا بدين أحسا دكتوران والمداخرين أول شيء أشكر أستاذنا ودكتورنا الجميل بروف عزت وربنا يرد غربته طبعا في أمريكا يتحبس من الناس اللي تحضروا بهناك وهو طبعا من أوائل المدر اللي تلمزنا عندهم دكتور عزت ربنا أعليه العافية الناس المستودع الرغم أنا حس شغالين ممكن أنا حس في الوحدة عندي زي أربعة إلى خمسة أفراد وحسن ممكن أنا سخرت جميع أفراد إنو يشتغلوا في شغل الإسكان وغير وإرفعه المستودع الرغم وبعد يدى الفاشم الإنترنت حس شغالين لوكان محلي شغالين في الفيتر الفادة دي إنو الإنتاج أنا أشهل عليك الموضوع بالنسبة للإسكانر تحديدا عندنا باحث قبل كده عمل بحث في 3D وفي ألمانيا هو دكتور عامر دين ومن الحاجات العملوها كان إسكانر بيشتغل يعني مخفضة تكلفة وبيشتغل كمية بتاعة كتب في فترة قصيرة جدا جدا بمواد محلية وهو معانا مشرف في الباحسين السودانيين دكتور عامر دا واحدة من المشاريع هأعمل قريب في المستقبل اللي هو إسكانر عالي جودة سريع مخفضة تكلفة للجامعات السودانية وكده ممكن برضو يكون عندكم رسغة في إلينا يعني موضوع على إسكاني دا بتاع إنه زول يجي يسوي وكده دا دا موضوع إن شاء الله مكدي أنا بهمني جدا الحاجة الموجودة حاليا مش الحاجة الحتفضل الموجودة سن 50 شنو المانع من إنه تنزل الليلة موشغالين فيها الآن شغالين فيها حسنا زي ما زكرت لك دكتور عزت عندنا مكتب السودان عياد القديمة من علومات ممكن ما موجودة في الحتات الأخرى معلومات غيمة جدا أصلا بيستحيل تكون موجودة في حتة تاريخ غيرك أنا أتأكد الكلام دا لكن كيف نخلاها موجودة للناس يالله نحفظ التوسيق موحول حفظ الوسيقى من الضيار خاصة كلها نحن بنحمل الكترونيا داخل المستودة لن تكون بعدها متاح سرواء الانترنت عارفة دكتور نصر الدين في حي اسمها الانترنت 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 الموقع دا انتهى سما مبتاعي ممكن يزول ماشي يسجل واخد في الحياة دا لكن تاريخ الموقع دا اي حاجة من اول يوم عملتها فيه اول نقطة خطيتها فيه موجودة في الانترنت الانترنت ودي خدمة بتقدمها يعني حاجة غير ربحية ولا كده فموجودة يعني كونك ترفع الحياة في الانترنت انت اوتوماتيك لحفظة وسقتها اصلا ما في كلام لانه في ناس خطار جدا اصحاب مصلحة في ناس بعملوا التنقيم في النصوص الرقمية في ناس بعملوا مثلا في الاناليسيس شوفوا تويتر الكلام الناس كتقول ليلة ربي المزاج العام شنو في الحيطة هل حصل انقلاب عسكري في السوداء بالنصوص بس بكلمات المفتاحية يعني في رسائس كتير بهم وينو البيانات الكم موجودة و كصاعد كده زي يقول حاجة حاجة كده المشكلة في انو هل حترفع ولا هترفع ده السؤال المهمة داين عدو لانو احنا لو ماشينا من هنا الليلة من اللقاء و جينا بعد ده قلنا ياخو والله ياخي والله اليوم دار كان نقول لدكتور نصر الدين دا ياخنا احنا متطوعين بانو نرفع وكان قال لنا اوكي وكان رفع نا بدل ما نقول ياخي والله بكل اسف يعني امور راح تبدل كده اليوم القيام لانو احنا نحن نحن ما جدي من تاني شنو المطوب لانو نعمل الكلام دا وسؤالي التالي تعال القانون بالنسبة للناس الشغالين لقدر انو شغالين في انو يرفعوا حيات المتاحلين وغبادوا بالدراسات العودية الخاصة بمحسيين المركز حسا بدين ما دي كانو يرفع الشغال دا في المستوضع الرغم بالنسبة لانو النشر وغيره طبعا دي بيشي مكتوب من الباحث الباحثين دي ما حق لانو كدنا بدين في المستوضع بتاعنا بالباحثين دي ما عندها حسا بعدين في حق الملكية الفكرية قلت يك حسا بشير 25% فقط من الوسيقى بنزل منها 25% ما لم دي ريزة الدين الكتابية عنده شنو نزول البحث بتاعه كامل دي ريزة زاد واخباره وبيه رقبته وممشي برفعه في وفي أكاديميا وفي هو بيكون مسلا دار ينشر في كتاب دار يعمل كتاب دار يود مؤتمر ممكن إحنا إن شاء الله الحاية ده الكلام ممكن يكون مثلا وقت التخرج ولكن ما هو بشغال في البحث لكن أي بحث بعد سنة بالضبط يكون تاريخ حسري 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 يعني ما عنده أي قيمة يعني لأنه الناس ترى الانترنت كل العالم مفتوح في بعضه فالحاية بتنشر أسي وقت ما نشرت خلاص بعد ذلك التاريخ مشكلة فليه الحاجة بتاخد زمن طويل هل كسل مباحثين هل عدم موجود سياسة واضحة ما في نستركشن شنو المشكلة والله عدم السياسات برضو الواضحة برضو مشكلة والله دكتور أروح أنا حس قلت إذا ما ناسنا في قسم التزويد للحياة الأشياء اجتهاد فردي يعني أو تعاوننا زي ما ذكرت قبل مع دار الوسائق في حاجات كثيرة الوسائق الوسائق دائرنا في مكتب السودان أصدر وسائق خبره بتوع مكتبات ومدى بتوع مكتبات وموجودين عبار في مجموعة الباحثين السوداني بهمهم جدا أنه يدعموا مركز التوسيع بحيث نعمل الحاجة سكان فيه مراجعة السياسات بتاعت وضع الاستراتيجي الاخير الاخير هل الناس يقول لهم يا خمشون نظر الدين دا وضبطوا معه المور ولا ولا عندكم حياة دا لا طوالي جدا لا 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 الكلام دا السؤال دا مهم ليه لأنه برضو نحن شوفنا قبل كده في ناس يقول لك يا أنا والله ما قادر عمل دي وسوي دي تب منت رسل لي وزول عشان يساعد يجي يقول لك ولله دقائق أنا بس عندي الشغلات كده أتيب ما أول وبعد ذا هو يكون عارف إنه المسألة دي ماذا يره أصلا بس في اللقاء الإعلامي ولكن دا رحاول يزغ من السؤال طيب الحياة الثانية بالنسبة القوانين البحوث المتعاملات المركز القوي البحوث ده غير قروش هان إحنا مع مع كل احترام ومحبتنا إحنا مواطنين سوذانين قروش بندفع ضرائب وجمار وانا مقترب بدفع ضريبة ووطنية وكده في النهاية بتجي في الميزانية العام بتجي التعليم العالي ولا أي حتة وبتجيكم راجعتكم بشكل مرتبات وتمويل والآخر أنا داخل أنا عندي حك في المخريات تعطي بحوث معكم أنا دار شو المخرجات دي وين أخوان فالقانون ده مهم حيث تبتعت إنه تقول ليا أخي حق الملكية الفكرية وملكية نزاتي وعندي حق معاك في التمويل فهل القوانين بتعطيكم open to access يعني المخرجات ألا لا والله للطرور ورحس أنه نحسن في شكل لجان في لجان إدارة المركز قول في منا تنغيح حتى الغوانين بتعطينا بمركز البحوث كلها بدنا نغير فيها بدنا نعدل في حاجات كثيرة كان بتكبل الباحسين وتكبل إنه المخرج العلمي سيطلع لبرة حس زي ما لحظتك وتقول مرة نطلع للإعلام والتلفزيون والميديا وغيره حاجات المختلفة في الوسائط المختلفة ويعني ساعين الإدارات الجديدة اللي ساحدثوها من الشؤون علمية وغيره كل النازل حيشتغلوا في شغل جماعي أيو معنا مضوي هنا برضو من الشؤون العلمية وإحنا رحمد عبدالعزيز هو عمل يبالواش للموغي بتاع المركز برضو كان جبناه وين النتيجة وينه ما هو عسل شغالين فيه وحسا ما جبنا معنا خيدر ده جبنا عشان اشتغلينا ما عندي غتلات عليكم والسلام دكتور أحمد كيف حوالك كيف الحال إن شاء الله طيبين الله يسل وقد ديك العافية ونور في البداية الله ينشكرك أنور ونشكر الباحثين السودانيين ومركز البحوث يعني على النقاش الجميل وإن شاء الله ربنا يجعل فوال فايدة للبلد بإذن الله الله يبالك أنا بس كان يعني عندي مداخلة في كلام كنت في مسألة الحقوق في النهاية يعني تعرف نفسك برضو عشر ناس تعرف التعرف أنا الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ مساعد في جامعة المستقبل تخصصية كمبيوتر نتورك نعم أحمد أتكلم نفسك كويس أتكلم عن شبكات المستقبلية وبتاع أخونا خلنا في موضوع المكتبات نعم طيب أنا كان زورت لمركز أخوض الموقع و يعني قدمنا بعض الأوتلاين على أساس أنه يتم تحديث الموقع لكن في مسألة البحوث البحوث في النهاية يتعمل إما في جامعات أو في مراكز البحوث أو في أكاديميات و في النهاية القانون يريد تجامع حق أنها تنشر بحثك لأن في النهاية طالما درست في الجامعة كل جامعات في العالم تنشر البحوث حق الطلاب بتاعته فمسألة إنه البحث ده ما يتنشر بيبقى هو ما منحق لأنه الجامعة أنت عملت فيها البحث الجامعة بتنشر البحث وكل عظم الجامعات في السودان زي جامعة النيلين جامعة الخرطوم عندهم ربوظتي فيها البحوث بتاعتهم بتبقى مسألة إنه المركز القوم للبحوث لو عايز صعبة وتأخذ وقت وجامعات عملتها فالمطلوب الآن هو يكون في بورتال وعن طريقة الـ تقدر بالكيوورد تقدر تجيب البحث حتى أنت ممكن في البحث التحدد هو من إياته جامعة البحث ذات وإنت عايز وكده فمسألة إنه المسألة دي لو بيقى الناس ركز على إنه مركز البحوث هو يكون بورتال لكل الجامعات السودانية اللي ناشرة بحوث على الإنترنت بيكون أسهل للمركز القومي للبحوث بدل إعادة اختراع العجلة نعم بدل ما الناس تشيل البحوث مثلا تدخيل وسمح إليه ما سمح إليه تكون مركز من حت بتاعت إنه الزوال دي السامح ليه تنشر بحث أو تنشر البحث في نهاية وبحث دا عملوا في جامعة الخرضون حتى ممكن نمشي أبعد من كده ممكن أن نجيب بحث السودانيين في الخارج يعني أنا بحث منشور في جامعة U.A.M. والجامعة عندها A.P.I. تتحليك إنه بتدخل تجيب البحث بتاعك فإنت ممكن بالدولة نجيب بحث السودانيين ذاتة الموجودة في الخارج يستفيدوا منه الناص الفي الداخل بالفهم بتاع إنه يكون هو عبارة عن البورتر بيعمل يعني يجلب البحث من المصادر مختلفة دي الفكرة هنا بالنسبة للموقع صراحة الموقع محتاج شغل والموقع كان معمول قبل سنين طويلة و يعني فيه تفاصيل كان فني نتناقش معنا صاردين قلت الموقع ده أقل شي هو ما respons يعني الناس بتخش الآن الموقع ده في الجوالات فأقل شي الموقع مفرور يكون respons يعني أنا ممكن أقود أكبر وأسغر وكذا فالتكنولوجيا ذات بتاع المعمول بالموقع أو التوسع المعمول الموقع محتاج إنها يحصل لها ترقية شوية وتكون هي أقرب لتقنيات الموبايل لسهولة البحث أو لو أنا خشيت ذاته في الدسكوتوب بتاعي هي تكون ساحل البحث يكون ساحل البحث يكون بكل خيار بحث متقدم بحث عادي على حسن إنها تجلب ذاته أو تجذب الشخص إنه لما نجيب حسن لقى المسألة موجودة بسهولة ومصنفة ب يعني هو يقدر يصل للمعلومة هو لدي فكرة بس أنا يعني أديت فكرة إنه المسألة تكون كيف يعني بدأ نفس بجي طرف الصوت راجع تاني الناس قالوا لك يحصل كده ويحصل كده ويحصل كده وين الأكشن نحن 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 التوسيق والإعلام دي أهم حتات نحن مفتقدين لا ودي المشكلة الكبيرة براق عف يقول أنا يا أنور أنا داير أضيف حاجة برطاني المسألة يعني الفكرة الآن طرحت هذه فكرة ما سهلة بالمناسبة يبقي كبير على المركز يعني مسألة إنهم كانوا يعمل إسكان خط البحوث أسهل من مسألة الرابط أنا بتكلم عنها من ناحية التكنيك ما حاجة ميكانيكية يتكلم على الحاجة العلمية البحسية الفعلا المطلوبة حاجة حار قال لولا المشاقة لساعد الناس وكلهم كان كلها ربط عمو وعمل فيها عمدة يعني في شغل شاق لازم يحصل يعني صحيح صحيح طيب يلا دكتور أنور أنا شايف دكتور بروف رفاء عند مداخلات بهناك بالمناسبة يعني لما نقول إنه السياسة بتاعت النشر شنو كان بتكتب إنه مفروض يكون يلا عندي حتة لدكتور رحمة عبدالعيز الحياة دكتور حاليا ممنبئة ما قلنا بسم الله الكورونا خشل الحياة دكتور رمو رجل كبار دكتور الحياة دكتور رفعت وعمل الدراسة وعند الإدارة في مجال التنفيذ يعني ده شوار كلام موكل طيب يعني توقع عنه خلال سنة يكون الأمور ضعفة إن شاء الله لا لا جدا وادعاغدنا مع الناس هذا حي دار وكوناس كفاءات يعني جبناهم للمركز مدعاونين بيقوموا بالشغل ده نحن شوار الشغل ده بيقوموا مدعاونين في تقديرك شغل ده مدعاونين من برا من في كفاءات نحن النسبة الكبيرة عندي لحص بداية كلامي ناس مكتبات ومعلومات داية ناس طغنية داية ناس شبكات ناس زكاة ناس كتر دار عجيه للمركز ناس تغنياون للغرافة داية المعلومات تعتقد التلسيل في صورة وصورة 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 واجي ألقى الحاجات موجودة ياخي مبتاك الله حسن سابقى في أوروبا اسمها dance your phd ياني رسالة الدكتور تعتقد أنه كانت في الـ Geolocation والـ Privacy والـ Data mining ليس أجي أقدمها للباحثين يعني نحن سكى الناس في الباحثين السودانيين يقول لنا عندما تتهمت الدكتورات تعال قدم يقول الباحثي بتاعي كان كده كده آخر التعامل استخدمت في التقديم بتاعك تعال قدموا لنا دي بتكون توسيق لموضوع ثاني حاجة تبتكتبها إنه والله يا أخنا اتكلمت عند الباحثين السودانيين كنت في الـ CV إلى آخر إلا الناس زيارة الموضودة أنت هم مني الزمان أكسي بيقول لك إنه رسالة بتاع الدكتورات يفترض من ناحية يقول الإعلام العلمي أو الترويج للعلم والآخرية يفترض إن أي زول يفهمها مش في شكل بتاعي أنك تتكلمها ولا ترسمها إنما ترقصها الرقصة الواحد، الرقصة الواحد داروا فيه رقصة رقبة ولا صغرية ولا عرضة ولا كده فعندهم مسابقة اسمها Dance Your PhD والنازل بيصمموا الرقصات الرقصات دي يعني تشتغرب إنه دي الرقصة دي بتساوي البحث ده يعني عشان تربط بينه ذات وتراسك ده لنزم يشتغل، يشتغل يعني يسوي ودي التفكير العلمي يعني الابتكاري إنه يا أخي أنا ممكن أرسل الشكل بتاعي هذا في شكل مجلة والرسوم ولا بتاعه وإلا حنبكو مستمرين طوال في إنه هذا ما وجدنا عليه آباءنا وإنه على ثاني من المقتدون لازم يكون في تفكير مختلف إحنا باحثين إحنا علماء كلام ده لازم يكون بصورة مختلفة تماما عمر عباس ما عليش من قبلة كنت رعا في يدك، تفضل عمر يا عمر طيب، مع عمر شكله بعيد، محمد أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة التفضل الله يا خليك، عمر عبد الرحيم من البني ها من بريطانيا بس نجد مداخلة ضخيفة بالنسبة للسوسير وبالنسبة للسوسير والنش وحي ما يحول الصالح في الحقيقة هنا احنا في بريطانيا نستخدم في نظام الإيميل الجامعي بالنسبة للصالح هو اللي بيحمل حقوق الصالح الصالح في البلاثات الأولية أو البلاثات الأولية اللي عنده فاينل برية ولي عنده شيء بيرفع البحث بتاعه ويتعام طريق الموضل الموضل هو الكمميليكيشن بتاع الصالح والجامع أو الكلية فالصالح بيرفع الخطة أو البحث بتاعه مباشرة لتنفيح وإذا كان فيه منسوخ أو فيه غش أو فيه أي شيء مع صالح مع بحث آخر ده عند النظام هنا كده هي الميزانية بتاع الجامعة أو المتكب الجامعية هي اللي بتحفظ فيها حقوق الصالح والبطوص بتاع صلاب الدراسات الأولية حسنا؟ لما ترفع الصالح عندك الإيميل الجامعي بتاع الصالح بتعرف مين هو الصالح اللي رفع البحث حسنا؟ بحث آخر؟ حكت له كان فيه براكراس أو إن شاء الله إن شاء الله من كتة كلمات مشابهة اللي هو باكالاريزم تشكر أيها لا، فيه نظام عندنا هو اسمه التعليم التعليم كما تريد الدخانية هنا في صحيح المكتوب التعليم الجامعة بيكون مشتركة في هذا السيطين أو بيكون عندها صفت ويرده بيشوف بنصح البحث إنه ذا حدب غالي هو اليونيك وما في أي شيء تان ده هنا بيكون تحمي المكتوبة الجامعية هي لما يكون عندها التعليم ما تحتاج إنك تفتش فورة وتفتش كثة ثانية عشان تحفظ حاجة طالب ده الحاجة هي اللي بتحمي طالب ثاني البحث لما تتخزن أو تتخزن بيكون مفروض أكسس لكل طلاب الجامعات السودانية لأنك إنتا لما تشارك لما تخص البحث للتعليم بيكون مفروضة لكل الطلاب عشان تستفيد منه ممكن تستفيد على حسن القرصة التي تستخدمه في الجامعات أو كان النظام الأمريكي ده هو الي بيحفظ حقوق الطلاب وفي النبت الوقت بيكون مفروضة لكل طلاب يستفيد منه مفروضة لكل طلبة تقرأ أنا لو أقرأ من أين؟ أنا طالب درسات السودان أمشي في نصفة الورقية في المكتبة ما يمي أن يجيب كده لهذا يجب طالب يكون عنده إيميل الطالب عنده إيميل في الناس الطالب يعمل اكسل في البحوث عشان يقرأ و يستفيد و يتوسع العلم على الطالب لكن تعبانين هنا جداً أنا مشترك في القروب يقولوني أنا أحسيل طالب و هم أغير فيه حاجات كده و يحدي حدي هذا يعلم الطلب الكثب عندنا يعلمهم الكثب لازم كل الجامعة يكون عندها ميزانية حتى يكون عندها جامعة كثيرة يكون عندها جامعة كثيرة حتى الله يخزم فيها بيجيب البحوث العالمية حتى يمكن أن نشترك في البحوث العالمية مثل مالوك يستفيد من الحياة يستفيد من الحياة الخارجية لا أعرف لسه أهم حاجة للمي فأنا في نظري الإيميل الجامعي هو اللي يجب أن تصول البحوث و في نقطة الوقت بينشر هالبحث ثاني حاجة الجامعة المتكبة الإلكترونية للجامعة أو للجامعات السودانية يكون عندها بيجيب بيجيب عشان تخزم للتخزم للتخزم سيد محمد أحمد لو وريك نوصل خلفية لأنه ما أعرف إنك كنت كنت من بين في بريطانيا لكن كنت أخصص لك شنور أنا في بيرنيهام أنا عمد رسالة أولية في كرميناولوجيا 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 ممتاز بلسي بلسي ممكن تسجيلنا كل ناس يا ها؟ لا ممتاز لا أعرف إنك كلمة الجريمة يعني كلمة الجريمة والأسباب الجريمة يعني ذي موشة بيجينا الجريمة زي لأنك شغل النايبة العام في التشريع أوكي ممتاز يبت ممتاز طيب عليك الله خالق معنا أتمنى إنه طالب أتمنى إنه طالب يكون عنده إيميل جامعي ما يخلت من إيميل عشان ممكن يدخل في كل ذهر النشط مجرد ما تدخل الإيميل الجامعي وحتى الدولة أو ذات السعليم تحاول تشترك تخليم بورطة أول للمكتبات أو جامعات السودانية إنك تكون مشتركة لأكسس للدورة النشطة العالمية تعني أفضل يعني هذه المداخلة طيب دكتور وزر الدين بس إجابة بنعم أو لا هل عندكم مكتشف الاحتيال؟ يعني بلداريزم شكر هل موجود عندكم؟ شكرا شكرا جزيلا طيب إخوان الليلة أنا سعيد جدا جدا يعني غاية في السعادة إنه معانا واحد من الكوفاوندرس اللي باحثينا السودانيين وان اف the finest researches في السودان أنا باعرفهم حبيبنا الدكتور إبراهيم موزة واللي هو موجود في كوري الجنوبية عملنا الدكتورة في نفس اللابروتري بس أنا ننسيلي يروحني دكتور إبراهيم فضل السلام عليكم شكرا لنحمة أنور لمساعيه وكدا في المجموعة إنه في تلدي كدا وبرضو الشكر وموصول للجماعة في المركز القومي للبحوث والمعلومات والإعلام الأكاديمي أنا زي ما ذكر الدكتور أنور أنا أبراهيم موسى خريج حاسوب ناخد دكتور إبراهيم مالحاسوب وحاجاتينا معقلة كدا برضو 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 وفيها جزء من ال data science ديه الليلة بالذات يعني أنا صراحة ما كنت متابق ما كنت شغال بينه المهم الليلة الموضوع of your interest وهناي كل شو الموضوع بالضبط لكن صادق إنه مش الله يعني كلام دكتور نصر الدين موضوع جميل جدا وقبله معه برضو مداخلة البروف وأخونا من الدكتور من بريطانيا تقريبا في حاجة واحدة كدا تقريبا نقوله بلغة العامة كدا ما كلا فيني جنبا يعني إنه لما يكون في مركز للوحوظ قومي أول حاجة متبادرة لزيح للزول قبل شيئا ما إنك يعني في السلايد بتاعك القبل الأخير كنت أو في جزء من البرزنتيشن إنه لغة العامة تجيبها لنا تانية دكتور نصر الدين لأنها ملهمة بالمناسبة للسلخ أول حاجة تجيب لي زاكرت الشجرة جمسة إنه لا ما لي أنا كنت بتكلم فيها الديتابازيز البوجودة الزيال آه أيوه التانية بتاعت الـ الفيار الديتابازيز الفيار أكسس لهم هما نعم لا الديتاباز الموفر عندهم أكسس ليا القري والهناري و أيوه نعم نعم بزبط أيوه هي هاتذي زاته لها ساتة مشكلة؟ لا تقريباً أيوة أيوة أها الكاب فالنقطة دي دين هماي لكن أنا لما أسمع كلمة مركز قومي للبحوث أهم حاجة إنو دلوقت الباحثين دين الموجودين في السودان أو سواء كانوا أفلياتي بالمراكز دي أو موجودين في الجامعات أهم حاجة عندهم إنو المعلومات تصلهم يعني مثلاً أناسي حالياً هنا ما شايف أهم مصدر للأبحاث العالمياً اللي هو الـ Web of Science يعني أهم شيء ده الخلا نعمل المستول لـ Zoom هل إنتو بتوفروا أكسس الـ Web of Science في السودان للباحثين الموجودين في السودان الزولدار يبدأ أي بحث لأنه لو أعيس تبدأ أي بحث في أي مجال إنت لازم تعرف الدنيا دي كلها واقفة وين صحيح إحنا عزينا في السودان لكن مفروض نعرف الـ State of Knowledge حالياً موجود وين وأكبر بحث أكبر بحث موجودة هي الـ Web of Science أو الـ Scopus والجماعة ديل فما عاش أي فهم إن دكينا هل يعني عايز إجابة صراحة بالتحديد للنقطة دي هل إن دكن إنتو ممبرشيب فيها و بتوفروها للجامعات أو للبحثين عموماً ولا ما عاشي؟ لأنه دي بالمسولي نوعاً يا نظر الدين إذا كان هناك فإنه يوجد روايس. إذا لا أرى روايس. إنه بإنتاج الحيواني والميالات الثانية والهناري لميالات الطب. هذه داتا بيزة الحالية موجودة. بإجاند دين حسم التناشون الداتا بيزة. يعني لإنه يطلب منا الباحث. أنه ما وصلنا لمرحلة بتاعتين خلاس عالمية. أنه هادو بسا بخمص. إيتي أقريبا. لغوما يقول للمركز. لكن ما أشيه خضوات. يعني خضوات ما أشيه شان نصر. شان نصر. شان نصر. حسنا احنا وفرنا الغواعد دي كان قبل سنتين مكفولة عندنا. تعرفين اسبابين مثلا ان الناس ريسيرشي فور لايب ديل بيكفل وبيكفلو وبيجرب منك فتحت الكل الائبي ادرس بتاع دي بيكفلوك. كان دنا مشاكل زي دي لكن حب لله تانت فتحت الغواعد دي بنوفرها للباحثين في المعاهد المختلفة اليوزر نيم والباسوير بيكون متوفر عند مدراء المعاهد. الخدمة الثانية الخدمة الاضافية اللي هي بتاعة الانبيونة من بر طلبة الجامعات ناس زراعة الخرطوم ناس انتاج حيواني غير بيطوا بحسب الغواعدة الموجودة هنا عندي في قسم المكتب الدكتوروني بيفتحوا لون الغاعدة وبيبحثوا على القدرة الاندون. طلعوا الاستراك الاندي فيها طبعا الفول تيكس دمية مميزة. هو عندنا فيها الفول تيكس. نحن ما خسدنا عندنا احتياج للمعلومات. يعني نحن نوفر بغدر اللي كان المعلومة ان الطالب زي ما ذكرت ليك اول مستفيدة بيجينا للمركز بنادي المعلومة الكافية في الوقت المناسب بيكتر بطلع ان شنو مبسوط يعني الحمد لله ما طرع مننا زون. قال لنا الله المعلومة دي مبتورة في التخصصات عندنا الموجودة عندنا حاليا. موجودة عندنا. بس حسنا نقصنا اللوكال اللوكال داتا بيزل هي وكفت. نحن حصنا نطور في المكتبة عندنا. في الادارة الجديدة. قولنا لجانة للمكتبة المكتبة عندنا دي. اما هي شغل هيكون اتحد المستودع الرغمي. اما اذا رفع المستودع الرغمي ان شاء الله المشاكل دول الله هتفحل بتعاون دكتور انوار وافكار وانا ما حنقيم من دكتور انوار زي ما بيقلينا الليلة بيهديدنا. لانه ده اللغان الاخير لا لا دكتور انوار والله بتحلينا جبهة والله نحن نشكر عليه كثير الشكر بافكاره وغيره يعني الحاجات بيه ولا وهو بجانب الناس اللي قلتها حسنا مستضيفون دينا فاتحين مركز التوسيع والمعلومات لجميع الفئات والله والله وبالرحيبون. بالرحيبون اي زال ده ردين فكرة يهدي لنا غاعدة بيانات الكتير والبروجي. لان احنا والله بعد مرات للأسف الشديد نمشي مؤتمرات بره بدون تجاري. انا بعد مرات اختار بقولوني اخوانا افتحوا لينا بالمعارف للتجربة وافتحوا لينا للتجربة وبعدين دعيز ماليا ان انو ما نشترك في الغاية او غيره. طبعا. يعني اسمح لي يعني انا مع كامل الاحترام والتقدير يعني. لكن ده 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 دولة يا اخوانا ده ما 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 حلة ولا بتاع يعني انا بعرف ابراهيم. الكلام ده مهم جدا جدا انو نعمل له قادل سلسة انا كمجتمع علمي ببحثي كلنا مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا دكتور معاليش ما مقاطع لكلامك لكن انا دار اربط بين كلام الدكتورين الدكتورة في بريطانيا وفي كوريا. إبراهيم موسى ومحمد أحمد. إبراهيم موسى ومحمد أحمد. الاتنين ده المناسبة قالوا كلام واحد. المسألة الالاين أكسس للربوسط تاع البحوث زي الويب أوف سينس. الويب أوف سينس انسا هو اندر تومسون رويترس الويب أوف سينس. أول اسكوبس في النهاية. هي مجموعة من البوبليشيرس. أول اسكوبس الحاجات دي أخوانا تجارية بيور. الناس لازم تفهم الحاجة دي. الحاجة دي تجارية. صحيح. يعني ما تقول لي أنا والله مشيت. بفتحارك الناس الأمم المتحدة دي. دي في مجال الهيومان سينس. العلوم بتاعة الهيومان سينس. لكن العيومة السينس. البيور سينس. تجارية عشان نحن نكونوا ناطحين وصريحين. يعني ويب أوف سينس انت تدفع بيفتحوليك. اسكوبس انت تدفع بيفتحوليك. كده أنا صريت بما انه في جهة حكومية. كل ما نطبيها توفر الحاجات دي. وإلا توفر الدنيا دي كلها. أنا أوريك آلية آلية دا الحاجات دي. بازلت معي. بازلت معي. بازلت معي. اللي مثلاً الواسي دخلت مصر. أنا متذكر من 2017. مصر الجريبة جارتنا دي. كان ينده كونسورتيوم بتاع الجامعات. عملين ممبرشيب للهيومان سينس دي. وفاتحينا لي ناسهم. نحنا until now. I don't know انه عندنا ولا ما عندنا. أنا كنت محاضر في جامعة السودان. أنا غايت تقلقت داني رئيس باسم. وكده في كل إدارة سبية. أنا أوريك الواقع الآن. من الأكسس للحاجات دي. الواقع الآن في السودان ما في جهة أكاديمية. ولا حتى وزارة التعليم العالي. عندها أكسس للويب أو للسكوبس. أنا متأكد من الحاجة دي. تبا؟ وانا شخصياً إندي غا نقل يوتيوب عامل فيها. عدوات إنو الناس بتقدر تشوفها إنك إتا. ولوآن استبدأ أي مشروع. أعلى مثلاً المركز القومي للبطوز. لما نجازين نبدأ أي مشروع سواء كان ممول ولا إيمان. إذا كنت تكتب إتا البطاعي مشروع. ما هيك إنه مشروع قومي ولا بحثي. تدكتوراه ولا ماجستير ولا أيضاً. أعزين نحن نشوف تماب كل الحياة الموجودة دي. فيه طول مثلاً. مثلاً. المهم موجودة في القناته. ما فيه شروحات للحياة دي. لكن كثير من الشباب السودانيين. اللي بيعملوا دراسات وعلي داخل السودان. ولا خارج السودان. لكن الأزمة الكبيرة إنه هو كيف يقدر يصل للداتبازيس دي. عشان يشيلها ويحللها ويشوف المعلومة عنده. يعني صراحة بالرغم من كل الجهود المقدرة جداً. ويعملوا دكتور مصردين وكده. لكن معيض جداً إنه 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 سياغة الخطاب تكون إنه الطالب يمشتناك عشان يسأل. يعني مثلاً. دكتورانوار ويارينتون في السنشا يعني. نعم. أنا بس دار أقول حاجة. ما في مشكلة. إنت لو سوداني. إنت لو سوداني الآن. موجود خارج السودان. وعس تخش على الـ data-based دي ما حتقدر تخش. الـ data-based دي اشترابك. اللي هو بتكون الجهة العلمية. اللي إنت من ضوية حيث أسوان كانت جامعة أو مركز بحوث. إذا هم مشتركين. إنت بتشتري. يعني أنا أتذكر لما كنا في ماليزة كانت جامعتنا مشتركة في الـ web of science. في جامعة اسمها USM ما كان عندنا web of science. فبالتالي مجموعة من الـ publisher كانت محجوبة من الطلب السوداني. فبيجوا عندنا في الجامعة عشان يخش بالـ user. ما كانوا يقولوا الله عندي ورقة. أو يرسل لك اسم الورقة. يقول لك والله يطلع علي يا أخي مثلا من web of science على الورقة دي موجودة. في اسكوبس ما موجودة. نعم. فبيبقى أنت المسألة دي إذا كان ما جهتك الأكاديمية. عندها اشتراك. أنت غيرت تصني حاجة دي. ده نمره واحد. نمره اثنين. خليها كامل الكلامية إشان مربوط مع بعض. نمره اثنين. الاشتراك دي أخوانا بيكون من خلال الـ official email حق الطالب المنضوي تحت المؤسسة المعنية. يعني مثلا أنا طالب في مثلا في جامعة الخرطوم. وجامعة الخرطوم هي مشتركة. أنا المفروض كطالب يكون عندي email ID. official email ID under the university. otherwise ما بقدر خوش. وحتى المسألة دي فيها. فيها بعدين تفاصيل كتير التفريب. بعض المجلات تقدر تعملها access داخل الـ campus. وفيها مجلات ما حتى تقدر تعملها access. إلا أنت تكون في الـ campus. في واحدات ممكن من البيت تقدر تخوشها. فيها تفاصيل كتير المجلات دي. لازم أنت أول حاجة يكون عندك البنية التحتية. infinite structures. تخليك تشترك. يعني ليه للسودان لو واحد جغلين هاكونا الجروج دعمشوا يشتركوا في web of science. ما منقدر نشترك. لأنه ما في infinite structures أصلا. صح ولا ما صح. ما عندنا نحنا موقع جاهز يستقبل الحاجات دي. ما عندنا emails. system بتاع emails. وعارفين الطلبة السودانيين والبحوث. وقهمت عليه. فالمسألة فيها الشيء. ما عندنا الوزارة بتدي. بتدي اسمي شنود أقول معي. يعني الترخيص لأي زولة عمل كلية. مش الناس كعبيد. ما في ضبط في الوزارة. يعني الليلة إذا كان أنا ممكن أفلت بإنه ما أحافظ على الجودة. وتتعمل مع الأسازة بصورة سيئة. وما أتفعلهم مرتبات كويسة. ونحن عندنا السلسرة بتاع القضايا للأسازة الجامعي. دي بدلت الأسبوع الفات بالمفتعسين. مستمرة. سي الحلقة الجاية عن الأسازة في التعليم الخاص والأهلي. وإلى آخرية. في كمية بتاع مشاكل. فالضبط ده كله. يعني زي يقوله المشكلة الكبيرة من الوزارة. يعني اللي نبدعم كواليتي كنترول. أي جامعة يجيوك اللجنة توريهم أربع خمسة رقوب بتاع الكتب. كي دي المكتبة خلاص. شوفنا المكتبة تشيك. تمشي تشوف لك ما عارفين دي الكافتيرية تشيك. فهذه المشكلة. عشان كده لو جبت قروشك يا دكتور أحمد. وقلت يا أخي اسمعوا دي قروشة يا جامعة السودانية. أمشي يشتركه في ويب أو ساينس ولا غيره. ما هنقدر له لأنه ما في غالب. القالب دي يفترض أنه كان يكون كواليتي كنترول من وزارة التعليم العالم والبحث العلمي أصلا. ولا شنو؟ يلا دلوقت كلامي عن دكتور أمور. كلام دكتور أحمد. كلام البروف. كلام دكتور نصف الدين. كله نفسي هنا بس بكلامات مختلفة. كلام ده. ولا بد يبدأ من هنا. يعني لا بد يبدأ من الكلام. مثل المفروض في مخرج كبير هنا. تبقى أن القصة دي تتنظم بحيث أنه يكون المعلومات دي. وزي ما قال دكتور أحمد دلوقت. لازم الجامعات كي ذاتها تكون معاهة للكلام دي. يعني أنك إنت حتى لما تعمل الممبرشيب فيه. تايز وثنتيكيشن. كيف تعلم أنه الممبرشيب دي. ماشى للطاقة تدعوديا زي. بالضبط. عشان كده أنا أكبره بتقول تاريحنا في السودان الحرامية. ما أقفزين أن والله إحنا كعبين. لكن بكتر حلول فردية. كل واحد فينا بيجي بحاول. واحد كتب البحثين السودانيين. واحد يمش يفتش على اليوتيوب. والمشكلة الإمبليكيشن. ستأخطر الناس الماشاعة فينا. إنه الناس بيستخدم VPN. والناس بتخش لها مواقع بتاعت هاكرس. وبتنزلها ملفات مفخخة جدا جدا جدا. والكلام ذا بيمنوا. والناس بتلقوهم في الدولة. أو أبناء مزولين في الدولة. ولا كده. يعني أنا إحنا بكون البورنابيلاتيز بتاعتنا. التسقرات بتاعتنا اللي بنخدها. عشان واحدة اللي هو بحث. ولا رسالة ولا بتاعه. كدولة حاجة خطيرة جدا جدا جدا. ودي كلها لعدم وجود الضبط من البداية. المنبع بتاع العملية دي جاي من وين. والمصاب بتاعه فيما يطلع عليه في مركز التوسيق المعلومات. بشكل قاعدة بيانات ولا كده. ما عندهم أي علاقة ببعض. في زول بيرخص. يعني زي زول البلدي. وزول تاني بيربي. وبعدها بلورنا سوى حيث أنا. السلسلة بتاع التربية وردو. ممكن تينطنبولينا بعدين. إن شاء الله. طيب. إبراهيم. بس يا أنور. أنا عايز أختم كلامي بحاجة واحدة. إنه مسألة الاشتراك في العالمية دي. مدحم بالوالي مركز البحث. مركز البحث ما عنده طاقة لها. مركز البحث يكون هو مالية. ولا مسألة تكنيكا اللي أنا قدتها. اللي بتعلق بإنه كل جامعة تكون ردي للميمبرشيب. طيب طيب طيب. لو كان مركز البحث اللي هو جهة من الدولة كبيرة رسمية. ما عندها المقدرة تفتكر جامعة السودان وللجامعة الخرطومة تكون عندها المقدرة. impossible. والله يا أخي طبعاً هي بعدها تحتمد على ميزانة الجامعة ومقدرة. أنا ما عارف كل جامعة مقدرة شنو. ما في جامعة عندها مقدرة دكتور. أسازة موليسين يا حديد. أسازة موليسين يا حديد. والجامعة قاعدة يتفرج. أنا قلت الكلام ده ليسبب. لأنه هنا في كوريا الكبيرة دي زاتا في كونسورتيومس بتعمل الحاية دي. في يوروب بيتلقى دول مجموعات هي البتعمل الحاية دي. فمفروض وحسا زي ما ذكرت لكم جبال في مصر كانوا مجموعة جامعات مع بعض كده. لكن ده افتراض يا إبراهيم. افتراض أن الناس كلها عندها مصلحة واحدة ومتوافقة عليها. وشغالة زي يقوله في يعني. أنا لقلبي عقلانية. ماذا نقول بها هارمونية ومحبة وكده. يا أخي بس بعقلانية إن كلنا مصلحتنا واحدة. أنا دار ادفع. هدفع أقوله شغالة. لو تعاونت مع إبراهيم هدفع عن خمسين في المئة وخمسين في المئة. لو تعاونت مع نصر الدين وأحمد هدفع خمس وعشرين في المئة. الناس يعانوا لأمور كده. مش إنه كله زول بيجي. يقول لك والله في عهد المدير منه وعهد الوزير منه. حصلوا حصل. كأنما كل واحد يعني النبت كده براه. ما هو جزء من الدولة يعني. اللي هو السياسة العامة بتاعت الكولابريشن في الموضوع. وشعورنا كلا كمواطنين وباحثين بالمصير المشترك. دي حتى يعني اللاكوف ليدرشيب واضح جدا في كروس الكفرنانس في السودان. من الاستغلال لحد الليلة. والحاجة دي لازم تقيف. لأنه ده هادري تقيل جدا الموارد. ده كلام فارغ ده. لازم يقيف يعني. فمعليش هنا أخواننا بيقى الموضوع شكله كانو ديبيت. مدور بيننا الثلاثة. نقول في نفس الكلام بكلمات مختلفة. خليكم قاعدين دكتور أحمد ودكتور إبراهيم. إبراهيم موسى. التسامناءات تعطنا داخلها. تمام إبراهيم إبراهيم أحمد تفضل. السلام عليكم دكتور أنور. عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. أنا إبراهيم إبراهيم محمد. موظف ليس سبع سنوات في ملايات الخرطوم. بس عندي بعض التعاليق وبعض الأسئلة. من ناحية زولي عشانو زولي شغال في مؤسسة حكومية يعني. وواجهتني مشكلة لها. وتطرحت لك قبل كده إنو يعني ما في استقدام أمسا لنظم المعلومات إدارية في تطبيقه في المؤسسات. والبنية التحتية متوفرة يعني متوفرة لكل الوزارات. نطاق ولاية الخرطوم. يعني حفل الداتا ما في. فأنا الموضوع ده كان قدرتني ماجستير. وبحثت عن الموضوع في. كنت دار داتا سودانية بتتكلم هي. داتا العالمية متوفرة بكسر. يعني بتتكلم على العربية وصلسلة الإمداد. فأنا بس كنت دار عارف هل في ناس سبقوني في الموضوع ده. في على نطاق السودان كدراسة حالة يعني في مؤسسات حكومية خاصة بنقوب في السودان. فالمستودعات زي ما ذكرت في التعليق في الفيس بوك. كلها مغلقة. مغلقة يعني البحوث مغلقة يعني. يعني زي تقول في أنانية كده ما عارف. حتى إني بكنت بخاطب الإيميليات بضعة المسؤولين من المستودعات. إني داير البحوث معينة كده فما بكون فرد. ما بكون فرد. المظاهر دي طبعا عنده إسم علمي بمناسبة. إسمه الديتابيس هاقين. حضن قواعد البعارات. كل زور بحضن قواعد البعارات وكده. أساس إنه ما يدالي. أوكي واسف. حيلا. نعم فخاطبطون يعني على مستوى شخصي. حتى عنده إيميل خطي وفما كان فرد. للحياة دي. هي المعلومة عمومة متوفرة في. زي ما بلت في الريسيش قيت في أكاديميا. في جامعات يعني حسي في الخليج زي ما ذكرت. وكده يكون عندك إيميل جامعي. الجامعات كلها بتكون مرتبطة بموقع واحد. يعني مثلا. لو أنت في جامعة الإسلامية. مثلا قالت الإسلامية وخريت. وعندي إيميل. وشغال ليس على سنين أو سنين أو سنين. ممكن نخش للإسلامية. ممكن نخش للنيلين. ممكن نخش من السوداء على الخرطوم. تحصل على الداتة دي. بعدين نحن دولة نامية. يعني مفروض الداتة دي تكون متاحة. يعني دا سنة لي. يعني دا يدي صدقة ينتفع بها. يعني المفروض أنا دا أتعلم. المفروض يعني حاجة دي تكون متعلمة. يعني ما يكون فيها حقوق. الحقوق مات ثلاثة. الجامعة هي درستك. وزي ما ذكروا الأسازة. قبالي إنه المفروض يعني تكون. يعني تكون. الحقوق عند الجامعة والجامعة نشرتها. وأنا بإيميلي القديم. أنا كالخريج أو شغال. عندي وصول يعني. أنا في نهاية سودانية. دا أستفيد. دا أتعلم. وأشوف الناس القبالي. التعلم بيجي بال. يعني الناس القبالي. عامل الشموية. بتقول تضيف على حاجة بسيطة. العلم بيبقى كده يعني. التطور بتم كده. بعدين هذا القلب من النظور. إن يعني زول شغال. ما زول مهني يعني. سكيت الأوراق العلمية. وحياتي قريب يعني. قبل شهر أو شهرين. فده طبيعي. أنا دي مشكلة. مشكلة بحث. أو مشكلة شغل من ناحية. ما من ناحية. من ناحية. طبيقية. دا قوين برنامج. يعني دا عمل برنامج. شوف المشكلة دي. بما أنه. البنيات تحتية متوفرة. يعني إنترنت متوفرة. في كل الوزارات. الاستخدام بيكون بس للكمبيوتر. أو عبارة عن طباعة. أو اللعب. أو عن ترويسات. خاصة في إدارة المشتريات. في إدارة. بتطبيق النظام على. بتطبيق نظام مع المعلومات الإدارية. في البرامج الحاسبة. في نطاق ضيق. وبسيط. يعني في الحسابات. في التحصيل. حتى فيها القهوش. يعني في إدارة المواردة البشرية. في مهمل. بعدين في السودان يا دكتور أنور. في يعني مثل مركز المعلومات الغومي. عندك حيث مدارك ترمية. عندك حنب نزل سلب تعطيقات على حول الحكومة. والخدمات الإلكترونية. غالب الأسبوع الجاي. يعني نازل خليك جاهز بسيط تذهبون الجنوب. جاهز فرارك وكازك. وخليك قريب. الأسبوع الجاي حنب داريك للقصة. يعني نحن راجح. نفتش النازل كلها. لأنه في أحد يبقى ثورة. وكل الحياة حنراجع بصورة كاملة. كلام كلبوته ده يا إبراهيم. دي معاناة بعيشوها الباحثين السودانيين. عشرات السنوات اللي هوها. أو على اللقل ممكن مؤرخ مما بدت. الإنترنت تكون جزء من. من واقعنا الجديد يعني. إذا كان في السودان أو البخاري. تمام. طيب. يا إبراهيم إبراهيم أحمد. يا الله إبراهيم. خلال العنوان البحث. أنت بتبحث عن البحث سودانية. أو أبحث سودانية. طيب. في جهات كثيرة. أو أنت بتخصصها شنون. لزم معلومات إدارية. أو لش. أنا درستي دار تعمال. ما بتخصصي ما. لا بدار تعمال. طيب. أنا ديك حتة تمشي لها. بكرة. بكرة. بجو مع السليف. قال لحد أمشي. النبحاثة الاقتصادية. مش يدم؟ يا دكتور قصر الدين. يا دكتور دقائق. دقائق. قال لك الله ما تمشي حتة. أنا إحنا الدائرين إنه الزلدة ما يمشي حتة. ده شد دائرين. الزلدة طوال يفتش بس من حتة في الكمبيتر والقاعدة. ودي الحاجة اللي حنز عليه. علينا بصورة جدية. إذا كان في المركز القومي الفخوص. ولا في الوسائق القومي. ولا يجي حتة. يفترض الحاجة تكون أكسيسابون للناس. ده جزء من الواقع الجديدة اللي عايشينه. ما هالمفروض إنه موصف له زول مكان. يلا ده دور الحكومة اللي افتروني عليك. يا السلام عليك. لكن إحنا عندنا دوار برضو كأفراد وكمؤسسات. إنه كله زورة. الحاجة اللي عنده ما هي الموضوع ده في النهاية كله بصوفي حتة واحدة. صح. إحنا كأفراد لازم نزور الحاجة اللي عنده يخدها بصورة. ودي قلنا في الباحثين السودانيين نسيب نعمل شنو. يقول لك يا أخي تعال عندك البحث بتاع دكتورة تعال قدموا. وإحنا نقلت لك في اليوتيوب. وبتاعها كنت وبتاعنا. لك إحنا ساعدناك في إنك تتخطوا. وحققنا هذا في نهدافنا. اللي هو كلنا كمجتمع بتاع بحث علمي سوداني. كلنا نخاطين حاجاتنا على الانترنت وكده. تمام؟ فما عليك الله ما توصف له. عشان شنو؟ عشان ماذا نحل المشاكل بصورة فردية. كده بنكون بنكرس الأمر الواقع السيدة. كل واحد فينا نحل مشكلته براوة. تمام؟ إن شاء الله. محمد عليك الله خليك موجود. لأن الموضوع بتاعه يعني بعد ما ينتهي الوبينار. طيب. عمر عباس. شكرا شكرا دكتور أنور. السلام عليكم دكتور نصر الدين كيف حالك؟ الله يسلمك كيف حالك؟ محاضرة وعرض متميز. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا أرجع شوية لكلام. أرجع لكلام دكتور إبراهيم من كوريا وكده. هو الحل. الحل بالتأكيد. وأنا بتكلم من وجهة نظر يعني ليبريريان وكده. الحل بالتأكيد والمخرج هو التحالفات. يعني لازم اتعامل التحالف على مستوى الجامعات. ولكن لازم في جهة قودة. يعني أنا بذكر إنه كان التعليم العالي هو كان قادة العمل دي. فما عرف ليما انتو الآن تواصلوا في العمل دا. على أساس إنه كل الجامعات تقوم في يعني في accessibility للresources الموجودة. سواء كان abstracts أو full text. يعني دي مهمة. وهي الحقيقة ما بتحتاج لـ infrastructure. ما بتحتاج لـ لأنه الاثنتيكيشن نفسه ممكن يتم بطرق مختلفة. واحدة منها الإيميل. لكن كيف إنه الناس تجلس مع بعض. واتكلم عن تجربة مصر. وتجربة مصر هي مش على مستوى الجامعات بالمناسبة. تجربة مصر الآن أصبحت قومية. يعني من حق أي مواطن مصري. إنه تؤكسس الـ database العالمي. سبرينجر ولا بروكويس ولا إبسكو ولا غيرها يعني. فإنحنا على الأدل إذا ما حنتكلم على المستوى القومي والمستوى العالمي. خلينا نتكلم على مستوى الجامعات. يعني المسألة محتاجة لـ leadership ومحتاجة لشخص يقود العملية. وهي يعني موجودة برضو في الأردن. الأردن في مركز التمييز في الأردن هو كل الجامعات عبارة عن تحالف. بيوفر لكل الجامعات الـ accessibility على حسب حجم الجامعة والـ FTEs في كل جامعة وكذا. فدي مهمة مهمة جدا في السعودية برضو عندهم موجودة. فدا المخرج فما عارف يعني دكتور نصر الدين رايو في الموضوع داشنو. الجانب الثاني الآن في مسألة الـ open access journals. يعني انت ما كل الآن في اتجاه قوي جدا جدا في حركات تجاه المصادر الـ open access المفتوحة للمصدر أو الدوريات مفتوحة للمصدر. فدي انت ليه ما تشتغل عليها؟ يعني انت عندك ذكرتها في الورقة انو في عندك عادت كبير من الـ librarians ومكتبات موجودين وكذا. ليه ما يشتغل كله حد في البيئة حد في الاقتصاد واحد في زراعة. يجمع الـ open access ديه ويتيحة. دي ما بيتكلفك أي حاجة. فدي لنقطتين الحقيقة حبيت يعني أشارك بهم وأسمع يعني رأيك فيهم. شكرا شكرا جزيلا. بالنسبة لوزارة التعليم العالي. أظن التعليم العالي عمي شبكات الجامعات السودانية. ليه ما شغال أسي. ها؟ ليه ما شغال أسي. أيوة فيها مشاكل. فيها مشاكل. فيها مشاكل فنية. بالشغل هنا دكتور روبرو كنت لقينا كثير من كنت في المجلس القريطاني. الشغل هنا عندنا في مركز التفصيل ما شغل متكامل. يعني الناس هنا كأفراد. كأفراد أصنعهم كوحدة التزويد. الوحدة التزويد الوسيغة بدون من التزويد لمشي مكتبة السودان. ما عندنا شغل مفصول لناس بيها وناس زراعة وغيره. كلها بفهرس الوسيغة أو بصنفوها أو بخطلات تصنيم بتاعنا الشغل بتاع المكتبات وغيره. بيرفعوها عندنا في الغايدة المحلية اللي هي اللوك الاتابيز اللي هي حسن أن شغالينا نحن في المستودع الرغم. شغل متكامل يعني ما متخصص. غير كده نحن بنعيب بعدها الناس الكليات العلمية عشان بيفيدونا. الزراعة ولاش علوم بيفيدونا في اللاتنم والاشياء لان تحتاج. الناس المكتبات ما بكون عارفين هذا اللي بكون عارفينها بتدريبها على شغل المكتبات. شو عشان مكشي شو. نجز عندنا في مركز التفسير والمعلومات. الشبكة دي واف. الشبكة واف. وحسن إذا لحظتوا في مبارح صدر غرار بي بتاع انه التعليم يكون عبر المنصات في الجامعات. ووضع من الجامعات انه حقو كانت تفتح مدرين التفاجئة دي انه التعليم يكون. لا حقو ما يتفاجوا يعني. لانه المفاجئة دي كان حاجة يفترضينها كثيرة. احنا عملنا طبعا مبادرة للتحول. ايو ايو. ومبارح كان اليوم الختامي للمرحلة الأول اللي هي مرحلة التدريب. عندنا ورحلة التعطور هاجعتر مناهج لتلاقي من التعليم الإلكتروني والآخرين. لكن الشيء في الموضوع. انه التعليم العالي لما انطلع قرار. لان الناس ممكن تستعلم. كنا ان احنا مش اتفاجئنا. لا. احنا عدينا. وعملنا مبادرة وتطوعية. ودربنا كثير من 300 أستاذ جامعي وأستاذة. يعني الناس لا يكون متفاجئين بالعكس. حيكونوا التغيير في جامعاتهم. لانه يتحول للتعليم الإلكتروني. في مشكلة كبيرة جدا في التعليم العالي. كلنا مقدمة. حسب إمكانيات الجامعات المختلفة هذه كثرة. لا يوجد حساب في فيسبوك موجود في الباحثين السودانيين. ممكن يستفيد من خدمات التعليم الإلكتروني في أي حيثة. ايوه. اما هؤلناس قاعد تتابع اللايفات. يعني لايف منه لايف منه. يعني الاخرية. فما في حاجة تخلي انه التعليم. لكن هو لابد يا دكتور أرور. لابد انها نمشي في المجال دا. والمجال دا لازم يمشي. من المصادة التعليمية. حتى نخش في التطور ونمشي للعالمية. طيب. ناخد مداخلة من دكتور حنان. اللي هو عمين الشيون العلمي المركز القومي للبحوث. دكتور حنان مضوي. حبابك. سهلا. 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 من أحوالك. منورة منورة. منورة. آآ. طوع نول حيدر أشكر جدا 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 على دوباتك. مثل العمال الزالانية تبع المكادرة. شكرا جدا 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 جزء مستعدار من أجل. وما توفيقنا إلا بالله ده ويجيبنا فيه وطننا أو فيه واجتماعنا يا دكتور حضر هاي الصوت واقف من دكتور حنان أنا صراحة مبسوط جدا الاستحداث المنصب تزعت التعامل الشؤون العلمية ده لأنه بيساعد كثير جدا في الكوردينيشن بين المختلف البوديس بتاعة المرتضى القومي البوديس دكتور حنان واقف الصوت من عندك في أحمد إدريس يا إخوانا من قبل رافع يده لكن رافعه في الشات أحمد أحمد إدريس تفضل أهلا صباح الخير أو مساء الخير أو مموتيفر في فروق الوقت أنا أحمد إدريس بتكلم معكم من نرويج من قبل رأيت الكلام عن الرسورس وكده أنا لاحظت أنه يعني أنا مجالي بيعي أنا في قبولك ولا شنا أحمد؟ ها؟ أنا في قبولك قلت لك؟ لا ما جيتوني في قبول لا أنا لو جيتني في قبوليجي حتكون جيتني في التاد كثيرة حتكون جيتني في الـ Digitalization وحتكون جيتني في الـ Research and Development لاحظت لاحظت أنه نحن السودانيين في مجالات كثيرة جدا في السودان فيها وراك كثيرة اتنشرت في مجالات قد نكون فايتين العالم فاة بالتحديد في البيطرة والطيبة والزراعة أنا مجالي في الـ Computer Science بعيد شوية من الحاجات دي لكن قد هروا قولوا إنه ما في الـ Policy ما بتنجح ما لم تكون هي ذات driven بوزارة التعليم العالي يعني الليلة كبير شاف الشفاء بتكلموا عن AXIS كده الليلة بالـ AXIS بتاعي بتاع الجامعة هنا بخش على كل الجامعة الفروب وبطلع على الدارة يطلعوا حتى إذا في السودان عملنا open access journals ما حد تمشي لي قدام ما لم تكون هي supported بواحدة من القبل الشرزة الكبيرة Springer والأي واحد من الشركات دي وشركات دي هزات في روحة شغالة ظلوبز يعني ما شغالة برا الحاجة الثالثة الكلام عن التعليم عن بعد وكده ما حينجح لأنه في كم سنة الفاتد كان التعامل مع الـ Digital Technologies في السودان هذا الشو بزنس أكتر منا هي حاجة كوردرايفر للـ Keynes الحاصدة فأتمنى إنه الحاجات تمشي لي قدام دي كل المساهم التعتي لأنه ما في حاجة حاقدة رضيفة الشباب ما قصروا يعني أضي إضافات كويسة جداً وشكراً لكم وأتمنى الحمدري سأتنا شغالين بنظام عندك خدمة عندك شيل شيلو الممكن تاخده أسي هنا دا على أساس إنه الحاجة يعني بتاعتنى وابينار دا المركز القومي البحوث مركز التبسيق والإعلام بهمنا إنه كلو زول يخدت لحاجة أيو شينو الحاجة ممكن تاخده والله يشوفوا دا هري التعامل وش ريك تداون إحنا معاوكم سواء كان في الفيتس جديدة نحاول لكم تحالف كده بتاع ناس إكسبيرس يعني عس عندكم دخلنا لكم أنا الميس دكتور إبراهيم موسى وده زول قطير جداً لو لمساكتب الزول دا تعبروا دكتور عحمد عبدالعيزي تتعارفوا أصلاً لكن برضو نجيب لكم الجانب الباحثين السودانيين وفي عبدالله أحمد دا عنده أكبر مكتبة رقمية أكبر مكتبة أنا بكرر ممكن سودان يتحصر على يعني ما في صور عنده أكثر من اثنين مليون كتاب عبدالله دا قاعد شغال ديجت ليه جزء من مبادرة من الباحثين السودانيين للتحول إلى التعليم الإلكتروني بيسمع من قبل قاعد وأنا دعيته تأخذ وقنار دا مو يبدأ نطيع داخل دكتور حنان جاءت راجعة ثاني دكتور حنان يا ريض لو تفضلي تفضلي عالش نتر شوية عنده أنا بحين عبدالله الله يديكم العرب إن شاء الله عبدالسوداني يعني مرحبا يا أحمد تعالج رجال الكرام دا مرحبا تفضلي تر حنان أشكرا فأوة طبعا تسيسي اللي عملتها لأنه نهضة عبداللومات الخاصة وأدت أرادة ما شاء الله عليها وأنه الحوة كان جميلة جدا جدا عن التبقاطين مرحبا تتعلم على المبادرة والأخلال كانت بفايدة يعني أنا أي لقطة أي وزول الداخل اللي كنت بكتب عندي ولا كنت بكتب النقاط اللي حسب لأنا مفيدة بالنسبة لنا بس هتدخل معكم الموضوع عنه إحنا حسب الإدارات كثيرا وذلك هدفنا إحنا عاوزين نعمل الانترنشاليزيشن للمركبة أمي للخونة فحسب كإدارة مهمة علمية لنعمل حصر لكل الشارع الانتقامة إحنا نبدأ بعد الانتقامة مع المركبة والمعلمات نبدأ ندخسيها في الموقع والمغر برضو عند المشكلة وإحنا عاوزين نحن لها برضو عشان بعد ذلك بقيت لأن أي زودية داخل اعرف نحن نعمل وذلك الهدف كما قلت صح لك الحقيقة أنه إحنا الناس ما عاوزين نحن نعمل وذلك كل أمور زي ما قلت لأي لقاء تتخلق تقولوا الله إذا عندكم فيها إن شاء الله عندكم تقانات ماضية موجودة ذلك ده المشكلة يعني هي قاعدة أحاق ما قاعدة تصحفت موجودة ومسيحة متاحة لكل الناس فحسني إن شاء الله وبمستعدتكم زي ما تشعب الناس كلهم قاعدة ما عندك عندك يعني في الحلقة الليلة ومن غيرها قبلها يعني فإن شاء الله هاتل قوت شي آخر للمركبة القبيلة بسم الله نعم تعرفها الدكتور حنان في إحساس عام بالملكية والأحقية في بناء السودان من كل الناس خصوصا بعد الثورة اللي مهاروها الناس بيدمهم يعني الشهداء اللي هم أكرم وأشرف يعني الناس يعني ما في شي أكتر من كده يعملون يعني روحهم قدوا في هذا الوطن فانحنا ولا شي فانحنا بنحاول نعملون وراء التغيير ده ما يعيشنوا التغيير ده ذات وكلويد إذا نحنا جزوا من التغيير ما بوليك السورة بتاع التغيير نحنا يعل التغيير نعم ممتاز إبقى إحنا أي زول هنا ده بالداخل ولا بيقول راي ولا كده ده الإحساس الداخلي بإنه والله يا خنا أنا مستعد أقدم روحي هذا على الوطن فوروني كيف أقدر أساعد الحتة دي مهمة جدا إنه لما نزول إيجي ده الإساعد يكون عارف الحاجة المطلوبة بالمساعدة شنو ويقدمها كيف وحياخد معاك زمن قدر شنو ولا موارد قدر شنو الحاجة دي لدي تكون واضحة جدا جدا وأنا سعيدي ناس دكتور حنان موجودة هنا ده دكتور حنان هو تسكرينشوت من الوجوه القاعدة هنا النازل كلهم خبراء أنا فيه ناس بعارفهم مشور شخصي نعم ودكتور نصر الدين برضو يعني تخليك متواصل مع الناس النازل كلها خبراءات كبيرة جدا جدا ومستعدين يساهمه لما نقول إنه والله الليل عندنا ويبنار مع مثلا مركز الهندسة ولا البيئة ولا كده بنرسل للناس اللي بنعرفهم الخبراء في مجالنا في المجالات نقول لهم تعالوا أسمعوا النازل عندهم وكيف ممكن تساعدوهم وما في زور والكلام ذلك الناس ما قال إننا عملوا إحنا كسكلوزيف عشان ما ناخد كريت على حاجة برانا بروفسور علام النور بعملو بروفسور نيمير البشير بعملو بعملو كمبيا بتاعت ناس ناشتين في مياه البحث العلمي والنشر وكده فكل زول ده رسائت كل زول ده رسائت بس بقول ورونا بس خارنوا هواكم يعني طيب عبدالله عبدالله جعلي موجود باشمانتس عبدالله باشمانتس عبدالله جعلي شكله بعيد لكن اسمي شنو ده عبدالله ده جاء وقلت لكم جزء من المبادرة بتاع التحول للتعليم الالكتروني وهو ماسك الموضوع بتاع المكتب الالكتروني الجزء ده هو موفر اثنين مليون تايتل اثنين مليون تايتل والفكرة انه تتخطى في موقع والموقع ده يكون اكسيسابول للناس التانين وبتاع يعني من جانب نحن من كوريك من اسر العقوبات الامريكية على السودان من جانب تاني من نحاول نعمل الحياة بنقدر نعملها كلام ده مهم جدا ان الناس ما تبعد تكون خانعة ومستسلمة وانه اي حاجة ولا يخل العقوبات عادات وتقاليد للآخية لا نحن عند الحياة ممكن نعملها مقاعدين نعمل اشعار طيب محمد احمد موجود لانه كان رافع يده لو ما في وشوف الاسهلة بتاعت الفيسبوك ابراهيم موسى هتخد للناس اي شنل بنواسبة بالنسبة لي هاي انا رسلت لك وتريك اخوري وري المحاضرة بتاعتك الرائعة الممتازة انا حقو عملها شير هنا ده من غير اذنك على اساس انه الناس تعرف انه والله في حاجات اذ عملت هاي تمكن استفيدوا منها شوفوا اخواننا المحاضرة دي القدمها اللي هو الباحث اللي هو عشان تبتلك بحث ولا كده يعني دي لو اي زول بدلا ما يمشي لحتة ما ويطلب منها بحث ولا كده دي محاضرة دي محاضرة تانية فمهم جدا جدا انه الناس يستفيد من الخبرات زي ابراهيم موسى تمام طيب شباب اعتقد انه كده اخذنا زمن طويل بما يكفي موضوع التوسيق واضح انه يعني التوسيق والمعلومات والترويج اللي هو كده سؤال اخير جدا انه نصدين عن موضوع مجالة البحث الصغير احنا في البحثين السودانين عندنا كورس عملناه بتاع برمجة للاطفال باستخدام سكراتش مبادرة متبنياء دكتور وميما هاشم عبد المطلب والمدرب بتاع المتطوع ولدنا مرغني مؤتهم مرغني ولد بروسور مرغني يومين في الاسبوع بدربوا الاطفال انا اعتقد انه هاي زي دي فيه جزو ناقصة هو جزو بتاع المجلة بتاع الاطفال نادي العلم بتاعهم يتلموا فيه عندكم هاي اسمه البحث الصغير وين البحث الصغير؟ المجلة دي وهي واقفة حاليا عارفين كيف ممكن نرجعها تدور وتكون الكترونيا وإحنا كيف ممكن نساعد الفضل لتنصبين مجلة البحث الصغير احسن العدد وصدر العدد جاهز عندنا وفي المراجعة الاخير وفي مرحلة التصميم يعني ما ويقفنا المرحلة التانية نقول لك شو قدا وحسن العدد القديمة محولة في المستودع الرغمي شغالين فيها في مرحلة الإسكار زي ما زكرت عليه بس احنا ليجز احنا متقدمة لكن شغالين فيها بالمجهودة احنا شغالين والمعلومة ابتصل إن شاء الله لكن البحث الصغير خاصة البدينا فيها وفي عددين موجودين عندنا في التصميم وفي على الطباع ممتاز بروفيسور زينب رسلت لي رسالة بتعتزر قالت عند حاجة منعتين تكون موجودة هنا في الويبنار لأنه أول ويبنار في السلسلة بتاعة دولة المركز القومي البحوثية نحضر السودان كان مع بروفيسور زينب وكننا يتمنى أن تكون موجودة هنا كي اعتزرت آخر واحد كان مع موضوع مهم جدا هو التوثيق والإعلام العلمي من الآخرين شكرا دكتور عنان على وجودك هنا شكرا لكل الزمل والزميلات والناس المتابعين في ممتاز الباحثين السودانيين في الفيسبوك كده بنختتم السلسلة بتاعتنا في دور المركز القومي البحوث في نهض السودان لكن ما بنا وقف التعاون والحس بتاع العمل الجماعي على أساس أن ننهق بالسودان لأن المركز القومي عنده دور وكل واحد فينا كمواطن سوداني غيور ووطني عنده دور تاني دار أشكر بصورة خاصة الباشمانديس حيدر إبراهيم اللي هو كان موجود في خلف الكواليس ما ظهر كل كل في اللقاءات دي الله يديه الصحة والعاقية أنا صراحة يعني ما كنت حاسر في إنه اللقاءات دي التم لو ما كان حيدر في الطرف التاني بتاع الحاجات دي وأعتقد إنه هو أسد كبير جدا الشباب والناس في اسم شنو في مقبل الأيام إن شاء الله يكون جزء من الأسس التكنيكلي الممكن تساعد الناس في المستقبل حيدر شكرا جزيلا لك شكرا جكتور الله الله يبطيكم العافية السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة